قال قاب فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فما ترك شيء يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدثه حفظه ما الحفظه ونسيه ما نسيه قد علمه أصحابه هؤلاء وإنه ليكون منه الشيء فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه نعم هذا الحديث رواه الشيخان بخاري ومسلم من طريق سفيان الثوري ما قال عادة عندك الشيخ سفيان الثوري أقرأ تخريج صلى الله عليه وسلم قال إسناده صحيح أبو وائل شقيق بن سلمه الأعمش وسليمان بن مهران وجرير هو ابن عبد الحميد وأخرجه البخاري ومسلم من طريق سفيان الثوري ومسلم من طريق جريل بن عبد الحميد كلاهما عن الأعمش به وأخرجه بنحوه مسلم من طريق أبي إدريس الخولاني ومن طريق عبد الله بن يزيد الخطمي كلاهما عن حليفة بن اليمان وفي مسند أحمد وصحيح بن حبان فهو حديث صحيح الفتن نقل الشارع عن العين قال العيني الفتن بكسر الفاجة وفتنة وهي المحنة والفضيحة والعذاب ويقال أصل الفتنة الاختبار ثم استعملت فيما أخرجته المحنة والاختبار إلى المكروه ثم أطلقت على كل مكروه وآئل إليه كالكفر والإثم والفضيحة والفجور وغير ذلك انتهى والملاحم جمع ملحمة وهي موضع القتال إما من اللحم يعني اشتغاه إما من اللحم لكثرة الحوم القتلى فيها أو من لحمة الثوب لاشتباك الناس واختلاطهم فيها كاشتباك لحمة الثوب لسداه قال والأول أنسبوا أقرب وفي مشارق الأنوار ملاحم القتال معاركها وهي موضع القتال ولكن قال في القاموس الملحمة الوقعة العظيمة في الصراح ملحمة فترة الحر إذن الفتن هي المحن والملاحم الحروب والقتال الفتن هي ترجع يعني إلى ثلاثة نوع ترجع إلى ثلاثة نوع فتن فتن في الشبهات فتن في الشهوات فتن في الحروب في الغالب أنه ترجع الفتن إلى هذه النوع الثلاثة بس الله أن يعذروا ليكم الفتن فتن الشبهات ثانيا فتن فتن في الشهوات فتن في الحروب وأشدها الفتن في الشبهات هذه لأنها تتعلق بالاعتقاد يعني يعتقد غير الحق بالفتنة يعتقد غير الحق مثل اعتقاد الخوارج جواز قتل المسلمين بالمعاصي هذه من الفتن مثل عقيدة الخوارج عقيدة المعتزلة عقيدة الجامية عقيدة الرافضة هذه من فتن إيش الشبهات شبهات مثل فترة الدجال يعتقد أن الدجال على حق و يدعي أولاً ربوبية ثم يدعي يدعي أولاً صالح الرجل صالح ثم يدعي النبو ثم يدعي ربوبية هو يعتقد بعض الناس أنه أنه على حق هذا من الفتن أعوذ بالله من أعظم الفتن ومن فتن الشبهات النساء كما يسر كالسفة الحديث يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً يبدو دينه بعرض من الدنيا هذا من الفتن أعظم الفتن يرتد عن دينه نسأل الله صلاح نسأل الله السلامة والعافية ومن فتن الشهوات تكون في الغالب أنه في ثلاثة ثلاثة نوع النوع العول فتن في المال فتن في المال يعني يكسب المال من طريق الحرام طريق الرشوة أو الرباء أو الغشة أو الفداع أو الاختلاس أو غير ذلك هذا من فتن الشهوات من فتن الشهوات أيضاً نوع الثاني النساء فتن النساء يفتن في النساء فيقع في الحرام في الزنا أو في ما هو وسيلة العي هذا أيضاً من فتن الشهوات أيضاً كذلك من الشهوات فتن المنصب المنصب والجاه والوظيفة يفتن فيها هذه شهوة من فتنة شهوة قال تعالى في قلوبهم مرض فزدهم الله مرضا هذه من فتن الشبهات أيضا مرض النفاق مرض النفاق ومن فتن الشهوات قال الله تعالى في لساء النبي فلا تخضن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض لمرض الشهوة أسأل الله السلامة والعافية ففتن الشهوات ترجع إما إلى المال فتن في المال أو فتن في النساء أو فتن في المنصب والجاه والوظيفة والوظيفة فتنة الدجال من فتنة الدجال شاء في الحديث أنه يتبعه أقوام يقولون نعلم أنه على حق أنه على باطل ولكن نتبعه لنعيش عيشة الرغيدة هذا أثر الدنيا على الآخرة لأن من اتبعه يفتن بالدنيا تأتيه الدنيا يأتي إلى القوم فيستجبون له فتكون تروح عليهم سالحاتهم ونعامهم امتلئة الضروع من الألبان ومن رد دعوته يصبحون ممحرين وتهلك نعامهم فبعض الناس ما يستطيع ما يصبر يؤثر الدنيا على الآخرة يقول فنتبعه حتى نعيش عيشة الرغيدة نعوذ بالله هذا قد قد يسمع فيه شبهة الشبهة والشهوة فيها صلى الله عليه وسلم والعافية فتن الحروب هو أن يدخل في 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 الحروب ويقاتل من لا يستحق القتال أو يقاتل من لا يستحق القتل هذا من فتن الحروب ومن ذلك ما جاء في الحديث في آخر الزمان لا يدر القاتل فيما قتل والمقتل فيما قتل أسأل الله السلام وتعالى وعافية نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قام خطيباً وواعظاً فينا يعني يعظنا ويخبرنا بما سيظهر من الفتن لنكون على حضر منها في كل في كل الزمان قام قائباً يعني قياماً وفي رواة مسلم مقاماً قال في مقامه إلى قيام الساعة يعني غاية يعني ما ترك شيء يحدث إلى قيام الساعة إلا أخبر به يعني يخبر بما يظهر من الفتن من ذلك الوقت إلى قيام الساعة هذا هو مقام القامة فما ترك شيء أكون في مقامه ذلك لقيم الساعة إلا حدثنا حافظه من حافظه ونسيه من نسيه قوله وإنه يكون منه الشيء فأذكره كما يذكر رجل وجهه رجل يغاب عنه ثم يدره عرفه يعني أن أنه يحصل له نسواء يقع منه النسيان لبعض ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأى تذكره كما أن الإنسان ينسى الرجل فإذا رأى الرجل وجه جليس عرفه يعني يقع شيء مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقد نسيته ثم أذكره في الوقت البخار المسلم إنه لأكون منه الشيء قد نسيته فأذكره فإذا عينت وتذكرت يقول الشالح استدل قال فيه كما العلم النبي صلى الله عليه وسلم بما يكون وكمال علم الحذيفة واهتمامه بذلك واجتنابه من الآفات والفتن قد استذل بعضهم بهذا الحديث بعضها البدع بهذا الحديث بعضها البدع على إثبات الغيب للرسول عليه الصلاة قال وهذا جهل من هؤلاء لأن علم الغيب واختص بالله تعالى إلا ما أطاع عليه النبي قال تعالى عالم الغيب فلا يضر على غيبه أحد قال وما وقع منه صلى الله عليه وسلم على لسان رسول الله فمن الله بوحي قال والشاهد لهذا قال الله تعالى فعالم الغيب فلا يضر على غيبه أحد إلا من اترى من رسول يعني يكون معجزة له قال فكل ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من الأنباء المنبأة عن الغيوب ليس هو إلا من إعلام الله له إعلاما على ثبوت نبوة ودين على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم قال علي القاري في شرح الفقه الأكبر إن الأنبياء لم يعلموا المغيبات من الأشياء إلا ما علمه الله أحيانا قال وذكر الحالفية تصريحا بالتكفير باعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب لمعارضه قوله تعالى قل لا يعلم من في السماوة والأرض الغيب إلا الله نعم هذا صحيح من ادعى من ادعى أن النبي يعلم الغيب فقد كفر لأنه كذب الله بعد قيم الحجة إذا قابت هذه الحجة وصر لأنه كذب الله في قول لا أعلم السرد الغيب إلا الله كلام من قيم رحمه الله عندك قال الحاشي عندك وقال الشيخ من قيم رحمه الله نقول عمل معبود وكتاب رميسي معكم وعليه شرح نعم قال الشيخ شمس الدين القيم رحمه الله وقد روى مسلم في صحيحه من حديث حذيفة قال والله إني لا أعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة وما بي إلا أن يكون رسول الله ومعبئ ألا يكون وما بي ألا يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر إلي في ذلك شيء لم يحدث غيري ولكن رسول الله قال وهوYE حدث مجرس أنenciه أنفيه عن الفتن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعد الفتن منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا ومنهن فتن كرياح الصيف صغار ومنها كبار قال حذيفة فذهب أولئك الرهض كلهم غيري وفي الصحيحين عن شقيق عن حذيفة قال كنا عند عمر فقال أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة كما قال قال قلت أنا قال إنك لجريء قال وكيف قال قلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفره الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المكر فقال عمر ليس هذا أريد وإنما أريد التي تموجك موج البحر قال فقلت ومالك ولها يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها بابا مغلقا قال أفيكسر الباب أم يفتح قال قلت لا بل يكسر قال ذلك أحران لا يغلق أبدا قال فقلنا لحذيفة هل كان عمر يعلم من الباب قال نعم كما يعلم أن دون غد ليلة إني حدثه حديثا ليس بالأغاليط قال فهبنا أن نسأل حذيفة من الباب فقلنا لمسروق سله فسأله فقال عمر عمر هو الباب لما قتل فهرت الفتح وقال هل الباب يفتح أو يكسر لو كان يفتح يمكن أغلامه لكن إذا كسر ما في حيلة قال بل يكسر وفيه أن الفتن تتفاوت فتن تتفاوت فتن فيها أن الرجل في أهله وفي ماله ونفسه وولده وجاره فتن نسان في أهله ما يحصل بينه من الكلام والأخذ والرد بين النسان ونفسه وأهله وكذلك المال قد يعني ينشغل بماله قد ينشغل بأولاده قد ينشغل على الذهاب إلى الصلاة مبكرا من أجل أولاده أو من أجل ماله فهذه من الفتنة من الفتن لكن لسن من الفتنة الشديدة قد يفتح الإنسان في جاره حسب بينه وبين جاره نزاع وخصام وكلام وأخذ ورد هذه من الفتنة ففتنة الرجل في أهله فتنته في ماله يحصل بينه وبين أهله من الكلام فتنته في ماله من شغاله في ماله وفتنته في نفسه أيضا فتنته في ولده ولده هو الن contained Hur مبخله كل هذه فتن قد يعني تؤخر للنسان عن العمل الصالح تعيقه عن العمل الصالح فقد يحصل كلام خلاف المطلوب بين النسان وبين أخيه من الكلام الطيب فهذه تكفرها من الصغائر تكفرها الصلاة والصيام والزكاة والحج يقول النبي صدف الحديث الصحيح الصلاة الخمس والجمعة للجمعة ورمضان للرمضان مكفرة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائل لما سأل عمر حديثة قال لا هذه فتن صغير الصلاة والفتن يتموج كموج البحر القتل والدماء والحروب قال يا أمير ما من بينك وبينها باب ما يصبك منها شيء قال الباب يكسر يغلق قال بل يكسر قال إن ذلك أحرى لا يغلق لو كان يفتح فالأمر أسهل يغلق يفتح يغلق تفتح الأمر لك إذا كسر ما في حين فكسره هو الباب وقتل عمر هو الباب ثم بعد ذلك قتل عثمان وتوالت الفتن نسأل الله السلام وتعال آفية وهذا في الزمان الأول فكيف وهذه الأمة كما في الحديث جعلت عافيتها في أولها قال نبي جعلت عافيتها ولسي يصيبوا آخرها بلاء وأمر انتوكروا لها ثم أوصى النبي قال فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلتأتي من يته ويؤمن بالله فاليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤته إليه يعني يلزم الإيمان ويثبت على الإيمان بالله ورسوله ويعمل الناس بما يحب أن يعمله به بالصدق والصراحة والأخلاق الطيبة نعم هذه البعدة حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود الحفري عن بدر بن عثمان عن عامر عن رجل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم عندنا الآن في عون المعبود غير هذا حدنا محمد بن يحيا بن فارس عندك عندك نسخة 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 العون نسخة العون نسخة العون عندك لا 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 ما هي نسخة العون هذه تعليق عزة دعاس لا لا ما شاء نسخة العون حدثنا محمد بن يحيا بن فارس نعم قال أخبرنا بن أبي مريم قال أنباء بن فروخ قال أخبرني يسامة بن زيد قال أخبرني ابن لقبيصة ابن ذويب عن أبيه قال قال حذيفة بن اليمان والله ما أدري أنسي أصحابي أم تناسوا والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قائد فتنة إلى أن تنقضي الدنيا يبلغ من معه ثلاثمائة فصاعدا إلا قد سماه لنا باسمه واسم أبيه واسم قبيلته هذا هذا حديث صعيف وشكال الله قال أباء بن فروخ وشكال الله على التقريب أفعل الله عنك إسناده ضعيف لضعف بن فروخ وهو عبد الله بن فروخ القرساني نعم وابن قبيصة من ذويب كان إسحاق فهو صدوق وإلا فهو مجهول لا يعرف وأسامة بن زيد هو الليثي فيه ضعف وذكر الحافظ في الفتح أن القاضي عياضا أخرج هذا الحديث في الشفاء بإسناد الحديث السابق قال ولم أرى هذه الزيادة في كتاب أبي داود قلنا هو في الشفاء في فصلي ومن ذلك ما أطلع عليه من الغيوب وعلى هذا هذا طعيف هذا بن فروخ وكانك أسامة بن زيد وكانك أخبرنا ابنه لقبيصة ابنه لقبيصة إن كان الجهالة قال ابنه لقبيصة فشكلا ابنه لقبيصة قال إن كان إسحاق فهو مجهول يعني موجهل مبهم ابنه لقبيصة وعلى هذا الحديث ضعيف وليس فيه دلالة على النبي يسمى قائد كل فتنة باسمه واسم أبي واسم قبيلته هذا لا يثبت في هذا الحديث لو كان صحيح لا عرف لا عرف أسماءهم وأسوابهم ولا يوجد أسماء قائد الفتنة أسماءهم وأسوابهم ولا أسماء قبيلتهم ذكر الشالح على الحديث الأول قال 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 أعلم في إبطال الباطل من ضرورية الدين أن علم الغيب مخصص بالله تعالى وأنه سيساعد ذلك كثيرة منها قوة وعنده مفاتح وغير بلا يعلمها إلاه ويعلم ما في الورد والبحر إن الله يدعو علم الساعة ويعزي الغيب فلا يصح لغير الله أنه قال أنه يعلم الغيب هذا معرف ولهذا لما قيل عند رسولا في الرجل وفينا نبي يعلم ما في غدي أنكر على قائله وقال دع هذا وقال غير هذا قالوا بالجملة لا يجز أن يقال لأحد أنه يعلم الغيب نعم الإخبار بالغيب بتعليم الله تعالى جائز وطريق هذا التعليم إما الوحي أو الالهام عندما نجاله طريقا إلى علم الغيب هذا 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 الحم يعني فيه نظر هذا هذا الحم بعضهم قال إن إن الخضر إنه فعل ما فعل بالإلهام قال وفي البحر الرائق لو تزوج بشهادة الله ورسوله لا ينعقد النكاح ويكفر لاعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب كيف كيف هذا ما معنى هذا يعني لو تزوج الشخص تزوج ولا يجي قال الله يشهد والرسول يشهد يكفي يقول هذا يكفر لأنه اعتقد أن الرسول يعلم الغيب الرسول لا يعني يعني هذا هذا في البحر الرائق ولو تزوج بشارة الله ورسوله لا ينعقد النكاح ويكفر لاعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب الله بالحديث قال المراد بقائد الفتنة باعثها والبادي بها وهو المتبوع والمطاع فيها ولكن الحديث كما سبق ضعيف قال ذكر الشالح عن قال العلامة البريبيل في الأزهار معنا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم ذكر لنا القائدين للفتنة الذين يبلغ أتباع كل منهم ثلاثمائة فصائد باسمه ونسبه وقبيلته ولم يذكر الذين لا يبلغ أتباعهم ثلاثمائة وفيه كمال علم النبي صلى الله عليه وسلم وكمال شفاقته على أمته وفيه علم للنبوة هو عجاز على كل حالة الحديث لا يصح نعم الحديث البعد صلى الله عليه وسلم في القلاء السيوطي الحديث الأول قال من غريب ما وقع من بعض أهل العصر الحديث الأول حديث حذيفة نعم قال من غريب ما وقع من بعض أهل العصر أني لما رويت لحديث الواردة في نهي العلماء عن المجيء إلى السلاطين قال وهل كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سلاطين حتى ينهى عن التردد إليهم وما علم المسكين أنه صلى الله عليه وسلم أعلم بالوحي بكل أعلم بالوحي بكل ما يجيه بعده إلى قيام الساعة وأعلم به أصحابه كما في هذا الحديث هذا السيطي نعم نتعليق على هذا شرح شرح على أبي داود مرقاة الصعود مرقاة الصعود إلى سنة أشكال أعود لك قال من غريب ما وقع من بعض أهل العصر أني لما رويت لحديث الواردة في نهي العلماء عن المجيء إلى السلاطين قال وهل كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سلاطين حتى ينهى عن التردد إليهم وما علم المسكين أنه صلى الله عليه وسلم أعلم بالوحي بكل ما يجيه بعده إلى قيام الساعة وأعلم به أصحابه كما في هذا الحديث يا أعلم في الجملة يعني في الجملة لا أشكر شيء بوحي لكن الكلام عن السلاطين يعني فيه حديث فيه حديث خاصة بهذا من مجيب السلاطين إلا جاء السلاطين للنصيحة هذا ما نبس وما إذا جاء لرفتهم ومشاركتهم شيء أخر نعم صلى الله عليه من يقول هذا هذا المحشي شيخ يوسف الحاج أحمد يقول قلت العبارة عند الشارح ربما لا تكون واضحة لكن معناها كما قال بعض العلماء لو أن رجلا تزوج بغير شهود وقال أشهد الله ورسوله قالوا يكفر لأنه اعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب نعم ما سبعه أقول له وهو صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الغيب حينما كان في الأحياء فكيف بعد الموت نعم ما سبعه أقول له نعم نعم حديث سعاد حديث صلى الله عليه وسلم حديث يحيى بن عثمان الحمصي نعم حدثنا هارون بن عبد الله قال أخبرنا نعم نعم قال أخبرنا أبو داود الحفري عن بدر بن عثمان عن عامل عن رجل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال تكون في هذه الأمة أربع فتن في آخرها الفناء يعني الفناء يعني قيام الساعة لكن هل ضعيف هل فيه مبهم قال الرجل ما كان عليها تخريج الله قال إسناده ضعيف لإبهام الراوي عن عبد الله وهو بن مسعود وأبو داود الحفري هو عمار بن سعد الكوفي نعم ضعيف هنا فيه مبهم الآن تكون في هذه الأمة أربع فتن في آخرها الفناء يقول الشركان المراد بهالوقع الكبار جدا قالوا في كنز العمال أخذ عن عمامل حمد في الفتن يكون في أمة أربع فتن وفي الرابع هالفناء وأخرج عن أبران من الحصين تكون أربع فتن الأولى يستحل فيها الدم والثاني يستحل فيها الدم والمال والثالث يستحل فيها الدم والمال والفرج والرابع دجال وكذا أخرجه الطبراني لكن الحديث فيها الآن الحديث هذا ضعيف حير ضعيف أنا في كنز العمال أخذ النعم بالحمد في الفتن ينظر إن صح يكون من أربع فتن وأخرج عن أمرار بن حصين الأولى يستحل فيها الدم والثانية يستحل فيها الدم والمال والثانية يستحل فيها الدم والمال والفرج والربية الدجال أسأل الله السلامة والعافية نعم حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد الحمصي قال أخبرنا أبن مغيرة قال حدثني عبد الله بن سالم قال حدثني العلاو بن عتبة عن عمير بن هاني العنسي قال سمعت عبد الله بن عمر يقول كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتنة فيكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس فقال قائل يا رسول الله وما فتنة الأحلاس قال هي هرب وحرب ثم فتنة السراء قال هي هرب وحرب نعم ثم فتنة السراء دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه نبي وليس مني يزعم أنه مني رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني وإنما أولياء المتقون ثم يصطرح الناس على رجل كوريك على ضلع ثم فتنة الدهيماء لا تدعوى أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة فإذا قيل انقضت تمادت يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا حتى يصير الناس إلى فسطاتين فسطات إيمان لا نفاق فيه وفسطات نفاق لا إيمان فيه فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غدي قال رجاله ثقات ولكن قال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في العلل روى هذا الحديث بن جابر عن عمير بن هاني عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا أيش رجاله ثقات قال رجاله ثقات ولكن قال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في العلل روى هذا الحديث ابن جابر عن عمير بن هانع عن النبي صلى الله عليه وسلم المرسل والحديث عندي ليس بصحيح كأنه موضوع وقال أبو نعيم غريب من حديث عمير والعلاء لم نكتبه مرفوعا إلا من حديث عبد الله بن سالم أبو المغير هو عبد القدوس بن الحجاج القولاني وأخرجه أحمد والطبراني في مسند الشاميين والحاكم وأبو نعيم في الحلية والخطيب في موضحي أوهام الجمع والتفريق والبغوي في شرح السنة من طريق يبل المغير القولاني وأخرجه بهذا الإسناد وأخرجه نعيم بن حماد في الفتن عن الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن عمير بن هانع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل يعني السهل أنه مرسل وعلى المرسل ضعيف المرسل ضعيف إلا إذا جاء مرسل آخر من وجه الطريق الآخر يشد فيكون ضعيف حاشي ما تكلم على عندك حاشي ما تكلم ما تكلم عليه ما تكلم عليه ما تكلم عليه تخيج الشيخ ناصر الدين الألباني معكم الله عنك قال رواه أحمد وصححه الألباني في الصحيحة صححة كيف صححة هنا هو الأقرب من أنهم أرسل نعم فتنة الله سوفك قال في النهاية فتنة الأحلاس جم حلس وهو الكساء الذي يلي ظهر البعيد تحت القتب شبه به لزومها ودوامها قال الخطاب إنما وضيفتها الأحلاس لدوامها وطول لبثها أو لسواد لونها وضعبتها نعم تكمل حرب فتحتين الحرب الحرب الهرب الهرب فتحتين يفروا بعضهم من بعض لما بينهم من العداوة والمحاربة وحرب في النهاية الحرب بالتحريك نهبوا مال الإنسان وتركوا لا شيء له وقال خطابي أقرأ كلام الخطاب عندك وقال خطابي هو مثلهم الحرب وقال خطابي الحرب ذهاب المال والأهل ثم فتنة السراء قال القالي والمراد بالسراء النعمة التي تسر الناس من الصحة والرخاء والعافية من البلاء والوباء ووضيفة للسراء لأن السبب في وقوعها ارتكاب المعاصي بسبب كثرة التنعم أو لأنها تسر العدوة انتهى وفي النهاية السراء البطحاء وقال بعضهم هي التي تدخل الباطن وتزلزله ولا أدري ما وجهه انتهى دخنها يعني ظهورها وإذارتها شبهها بالدخان المرتفع والدخن بالتحريك مصدر دخنت النار تدخن إذا ألقي عليها حطب رطب فكثر دخنها وقيل أصل الدخن أن يكون في لون الدابة كدورة إلى سواد قاله في النهاية وإنما قال من تحت قدمي رجل من أهل بيتي تنبيها على أنه هو الذي يسعى في إثارتها أو إلى أنه يملك أمرها يزعم أنه مني أي في الفعل وإن كان مني في النسب والحاصل أن تلك الفتنة بسببه وأنه باعث على إقامتها وليس مني أي ليس من أخي الله ومن أهليف الفعل لأنه لو كان من أهلي لم يهيج الفتنة ونظيره تعالى قال الأردبيل فيه إعجاز نعم بعد الصطري قال الأردبيلي فيه إعجاز قال الأردبيلي فيه إعجاز وعلم للنبوة وفيه أن لاعتبار كل الاعتبار للمتقي وإن بعد عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسب وأن الаетبار للفاسق والفتان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن قرض منه في النسب انتهى قوله كورك قال الخطاب كورك بفتح وكسر قاله القاري قاله القاري على ضلع بكسر ففتح ويسكن واحد الضلوع أو الأضلع قاله القاري قال الخطاب هو مثل ومعناه الأمر الذي لا يثبت ولا يستقيم وذلك أن الضلع لا يقوم بالورك وبالجملة يريد أن هذا الرجل غير خليق للملك ولا مستقل به انتهى وفي النهاية أن يصطرحون على أمر واه لا نظام له ولا استقامة لأن الورك لا يستقيم على الضلع ولا يتركب عليه لاختلاف ما بينهما وبعده والورك ما فوق الفخد وقال القاري هذا مثل والمراد أنه لا يكون على ثبات لأن الورك لثق له لا يثبت على الضلع لثقته والمعنى أنه يكون غير أهل للولاية لقلة علمه وخفة رأيه وقال الإردبيلي في الأزهار يقال في التمذيل الموافقة والملامة وفي النهاية تصغير الدهما وفي النهاية تصغير الدهما قبل ثم فتنة الدهما وهي بضم ثم فتنة الدهما وهي بضم ففتح والدهما السوداء والتصغير للدم أي الفتنة العظماء والطامة العمياء قاله القاري وفي النهاية تصغير الدهما يريد الفتنة المظلمة والتصغير فيها للتعظيم وقيل أراد بالدهيماء الداهية ومن أسمائها الدهيم زعموا أن الدهيم اسمناقة كان غزاء لها سبعة إخوة فقتلوا عن آخرهم وحملوا عليها حتى رجعت بهم فصارت مثلا في كل داهية لا تدعوه لا تترك تلك الفتنة إلا لطمته لطمة يصابته بمحنة ومسته ببلية وأصل اللطم هو الضرب على الوجه ببطن الكف والمراد أن أثر تلك الفتنة يعوم الناس ويصل لكل أحد من ضررها فإذا قيل انقضت أي فمهما توهموا أن تلك الفتنة انتهت تمادت بتخفيف الدالية أي بلغة المدى أي الغاية من التماد قوله مؤمنا قوله مؤمنا أي لتحليم دم أخيه وعرضه وماله ويمسي كافرا أي لتحليله ما ذكر ويستمر ذلك إلى فصطاطين بضم الفاء وتكسر أي فرقتين وقيل مدينتين وأصل الفصطاط الخيمة فهو من بابه في المحل قال الطيبي قال الطيبي الفصطاط بالضم والكسر المدينة التي فيها يجتمع الناس وكل مدينة فصطاط وإضافة الفصطاط إلى الإيمان إما بجعل المؤمنين نفس الإيمان مبالغة وإما بجعل الفصطاط مستعارا للكتف والوقاية على المصرحة أي هم في كتف الإيمان ووقايته قال المزي حديث عمير بن هاني قال المزي بعدها قال المزي حديث عمير بن هاني العنسة بالوليد الدازاني عن ابن عمير واخر جوابه داود في الفتن عن يحيى بن عثمان ابن سعيد الحمص عن ابن المغيرة عبد القدوس عن الحجاج القولاني عن عبد الله بن سالم عن العلاي ابن عثبة عن عمير بن هاني انتهى والحديث سكت عنه المنذري ورواه الحاكم والصححه وقره الذهبي محتمل للحديث محتمل للصحة محتمل أن يكون مرسل والمرسل ضعيف صحح الحاكم وقره الذهبي صحح النصري للأرباني فيه شيخ إن شاء الله نعم ها الوادي في تخريج الحديث هذا الوادي هنا ما شكال قال إذا نظرت إلى سنده حكمت بصحتك نعم سلعوه شكرا بالمكيف ومتبر نعم وين فيه هذا الشيخ الوادي محدث مقبل الوادي مطبوع هذا في أحاديث معلة نعم مطبوع له نعم ها أحاديث معلة معلة كذا نعم إذا نظرت إلى سنده حكمت بصحته نعم ولكن قال أبو حاتم روى هذا الحديث ابن جابر عن عمير بن هان عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل نعم مرسل والحديث عندي ليس بصحيح كأنه موضوع انتهى مثل ما قال شعيب قال محتمل محتمل الصحة ومحتمل أنه أنه مرسل ومرسل ضعيف قال الحاكم الصحة وقره الذهبي ما نقصر لدين الباني صحة نعم نعم هو مجاير بين الحسن وبين تضعيف قوله بعد فنتظر الدجال من يومه ومعروف أن الدجال fer بعد فتحة القسطنطينية ومعروف أن الدجال يخرج بعد فتحة القسطنطينية وعندما يقول بعد فتحة قد تكون هذه الفتن تكون فتحة القسطنطينية ويأخذ الدجال يحتاج إلى تأمل حتى يحكم عليه بأنه إما ضعيف أو حسن سيد بن زين وشعبش قال أنه هنا عنده نعم أي لو جاء للطريق الأخرى بس بعضهم وصلها الآن بعضهم الآن ووصلها الآن نعم نعم مرسل صحيح لا بس مرسل مع مرسل لما مرسل صحيح مع مرسل ضعيف يعني إيه هي متصر ما نعم ها مش كلا ها 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 هلا طريق أخرى يعني نظر إلى ظاهر المسنادة نعم لكن نحن نقول هل له الحديث له طريق أخرى هل له طريق أخرى لكن الذهب يلا نوافق الحاكم في تصحيفه نعم لا نعتمد كمان الذهبي أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في العلل روى هذا الحديث ابن جابر عن عمير بن هانة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا والحديث عندي ليس بصحيح كأنه موضوع هذا تابع لكلام أبو حاتم أبو حاتم يقولها نعم ليس بصحيح كأنه موضوع وقال أبو نعيم غريب من حديث عمير والعلاء لم نكتبه مرفوعا إلا من حديث عبد الله بن سالم لو بحاتم ما أقول عمده في الجرح بالتعديل معروف معروف كذلك الشيخ مقبل أيضا كذلك أن يكون بن جابر عفو الله عنك خالف العلاء بن عتبة هنا يكون بن جابر عفو الله عنك ضمن كلام أبي حاتم خالف العلاء بن عتبة فرواه مرسلا والعلاء بن عتبة أسنده حدثنا مستدد قال أخبارنا أبو عوانة عن قتالة عن نصر بن عاصم عن سبيع بن خالد قال أتيت الكوفة في زمن في زمن فتحت تستر تستر في زمن فتحت تستر أجلب منها بغالا فدخلت المسجد فإذا صدع من الرجال وإذا رجل جالس تعرف إذا رأيته أنهم الرجال أهل الحجاز قال قلت من هذا فتهجمني القوم فتجهمني فتجهمني القوم وقالوا ما تعرف هذا هذا حذيفة بن اليمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حذيفة إن الناس كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر فأحدقه القوم بأبصالهم فقال إني قد أرى الذي تنكرون إني قلت يا رسول الله أرأيت هذا الخير الذي أعطان الله تعالى أيكون بعده شر كما كان قبله قال نعم قلت فما العصمة من ذلك قال السيف قلت يا رسول الله ثم ماذا يكون قال إن كان لله تعالى خليفة في الأرض فضرب ظهرك وأخذ مالك فأطعه وإلا فمت أن تعاض بجل شجرة قلت ثم ماذا قال ثم يخرج الدجال معه نهر ونار فمن وقع في ناره وجب أجره وحط وزره ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره قال قلت ثم ماذا قال ثم هي قيام الساعة هذا غير حديث حديث المعروف في الصحيح نعم ما هو في الصحيح قال وصلنا لأكنا في جاهدة وشر فجاء الله بهذا الخير فهل بعدها قال نعم وفيه داخل ثم قال قال نعم دعاتنا لأبوا بجهنم ونجابهم وقذبوا فيها قال فما تبرن قال تلزم مجمعة المسلمين وإمامهم قال هل مجمعة ولا إمامهم قال تلزمك الفرغة كلها ولون تعضى على الصحيح هذا فالصحيح وهذا يختلف عنه مشكال عليها قال حديث صحيح دون ذكر السيف وهذا يسناد حسن من أجل سبيع بن خالد ويقال خالد بن سبيع ويقال خالد بن خالد اليشكري فقد روى عنه جمعا واثتقه العجل والحبان وقد توبع وقصة السيف لم تذكر إلا في طريقه قتاده ولم يذكرها حميد بن هلال عن نصر ولا سائر الرواة عن حذيفة وأخرجه أحمد والحاكم من طريق أبي عوان بهذا الإسناد وأخرجه البخاري ومسلم وابن ماجة من طريق بصر بن عبيد اللعنة بإدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني هذا أحد الصحيح معرفة هذا المخالي غيرها نعم وأخرجه بنحوه بنحو روايتي بإدريس الخولاني مختصرا مسلم من طريق زيد بن سلام عن أبي سلام قال قال حذيفة وزاد فيه تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فأسمع واطع ولم يذكر فيه الاعتزال عند عدم وجود الإمام وأخرج منه قصة سؤال حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر وسؤال الناس له عن الخير البزار من طريق جندب بن عبد الله البجلي والبخاري والبزار من طريق قيس بن أبي حازم كلاهما عن حذيفة ولفظ البخاري سعلم أصحابي الخير وتعلمت الشر وأخرج قصة الدجال منه البخاري ومسلم من طريق ربعي بن حراش ومسلم بن ماجم من طريق بواعي الشقيق كلاهما عن حذيفة وستأتي قصة الدجال من طريق ربعي بن حراش عند المصنف يعني كان شعب يقول بعض جملة لها شواهد لها شواهد يعني في الجملة فيها أن حذيفة أرض الله عنه اختصها النبي صلى الله عليه وسلم بالسرار وأسر إليه أشياء من فتن وأسوال منافقين وقال الناس كانوا وسلم رسول الله عن الخير وكذفنا على الشر وهذا أيضا ثابت في صحيح قال فأحتقه القوم ببصالهم وقال إني قد أرى الذي تنكروا إني قلت يا رسول الله رأيت هذا الخير الذي أطعى الله هيكون من الشر كما يقضى نعم قلت فمن أصل النزائل قال السيف هذه اللي فيها المنكر الاسم يكون بالكتاب والسنة هذه يعني منكر قلت يا رسول ثم قال إن كان الله خليفة في الأرض فضرب ظهرك وأخذ أمالك فأطع يعني عدم الخرج على ولاة الأمور هذا معروف قال وإلا فمت أنت وأنت عظم بجد لشجرة يعني إذا لم يكونك إمام ما في ناس ما لهم إمام فأتسل ستكلم فرقه لها وتكون في البرية حتى يتكل وأنت على ذلك قال ثم ماذا قال ثم يخرج الدجال يعني كان هذه فتن قبل أخرج الدجال فأروه من الدجال يخرج بعد في زمن المهدي بعد فتح قسطنطينية قال فمن وقع في نهره وجب أجره وحط أجره لأن الدجال معه خوالق غالم الخارق جنته نار ونره جمعه جنة جنة نار ونره جنة في الحديث الصحيح قال من رأى فلي أقع في الذي رأى نار فإنه نهر يجري ومن وقع في نهره وجب أجره وحط وقل ثم من فقال ثم يقي قيام الساعة قال المراد بهذه الطائفة هم الذين ارتدوا بعد وفاة النبي الصلسان في زمن خلافة الصديق شوف في الصفحة 14 قال الحافظ في الحديث قال الحافظ في الحديث حكمة الله في عباده كيف أقام كل منهم فيما شاء فحبب إلى أكثر الصحابة السؤال عن وجوه الخير ليعلموا بها ويبلغوها غيرهم وحبب لحذيفة السؤال عن الشر ليجتنبه ويكون سببا في دفعه عن من أراد الله له النجاح وفيه سعة صدر النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفته بوجوه الحكم كلها حتى كان يجيب كل من سأله بما يناسب ويؤخذ منه أن كل من حبب إليه شيء فإنه يفوق فيه غيره ومن ثم كان حذيفة صاحب السر الذي لا يعلمه غيره حتى خص بمعرفة أسماء المنافقين وبكثير من الأمور الآتية قال المزي في الأطراف حديث سبيع بن خالد ويقال خالد بن خالد ليشكون عن حذيفة أخرجه أبو داود في الفتن عن مسدد عن أبي عوانة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن سبيع به وعن مسدد عن عبد الوارث عن بالتياح عن صخري عن صخري بن بدر العجلي عن سبيع بمعناه انتهى قلت سيجي حديث عبد الوارث حديث حديث بعضه له شواهد قوله كلنا سترون وصلنا الخير وصلنا للشراح هذا له شاهد في الصحي كما سبق وكذلك أيضا عدم الخرج على ولاة الأمور هذا له شواهد كذلك خرج الدجال وكونوا مع الحوارق كله له شواهد يعني أكثر هو شواهد مع مع قولها السيف فليس ببعيد صحيح صحة الحديث نعم بشكال عندك التخريج قال حديث صحيح دون ذكر السيف نعم نعم لسا بعد حديث بعد نعم السلام الله حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمل عن قتادة النصر بن عاصم عن خالد بن خالد ليشكري بهذا الحديث قال قلت بعد السيف قال بقية على أقذاء وهدنة على دخن ثم ساق الحديث قال وكان قتادة يضعه على الردة التي في زمن أبي بكر على أقذاء يقول قذاء وهدنة يقول صلح على دخن على ضغاء حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمل عن قتادة عن نصر بن عاصم عن خالد بن خالد ليشكري بهذا الحديث قال قلت بعد السيف قال بقية على أقذاء وهدنة على دخن ثم ساق الحديث قال وكان قتادة يضعه على الردة التي في زمن أبي بكر على أقذاء يقول قذاء وهدنة يقول الصلح على دخن على ضغاء بقية على أقذاء نعم قال أي حذيفة قلت أي ماذا قال أي النبي صلى الله عليه وسلم بقية على أقذاء أي يبقى الناس بقية على فساد قلوبهم فشبه ذلك الفساد بالأقذاء جمع قذا وهو ما يقع في العين والشراب من غبال ووسخ قاله السند وهدنة بضم الهائ أي صلح على دخن بفتحتين أي مع خداع ونفاق وخيانة يعني صلح في الظاهر مع خيانة القلوب وخداعها ونفاقها وقال الخطاب أي صلح على بقايا من الضغن قال القاري وأصر الدخن هو الكدورة واللون الذي يضرب إلى السواد فيكون فيه إشعار إلى أنه صلاح مشوب بالفساد انتهى قال معمر يضعه أي هذا الحديث يقول أي قتادة قذا هو ما يقع في العين والشراب من غبال هذا ضغايم وهو الحق للنسي قال بقية على أقلاء وهدن على دخن يعني يبقى الناس بقية على فساد في القلوب شبه بالأقلاء ما يقع في العين من غبار وهدن يقول صلح على دخن يعني مع خداع ونفاق وخيانة اللهم استعانا من الفتن من الفتن نعم نعم السلام وعلى فينا نعم السلام الله وليكم حدثنا عبد الله بن مسلم وتلقى النبي قال أخبرنا سليمان يعني بن المغيرة عن حميد عن نصر بن عاص من الليث قال أتينا ليشكورية في رهض من بني ليث فقال من القوم فقلنا بن ليث أتيناك نسألك عن حديث حذيفة فذكر الحديث قال قلت يا رسول الله هل بعد هذا الخير شر قال فتنة وشر قال قلت يا رسول الله هل بعد هذا الشر خير قال يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه ثلاث مرات قال قلت يا رسول الله هل بعد هذا الشر خير قال هدنة على دخن وجماعة على أقذاء فيها وفيهم قلت يا رسول الله الهدنة على الدخن ما هي قال لا ترجعوا قلوب أقوام على الذي كانت عليه قال قلت يا رسول الله هل بعد هذا الخير شر قال فتنة عمياء صماء عليها دعاة على أبواب النار فإن تمت يا حذيفة وأنت عاض على جذل خير لك من أن تتبع أحدا منهم أصلا الله السلام في زيادة في أوله وقال حديث صحيح وهذا إسناد حسن كسابقين وليشكري هو سبيع الذي سبق في الإسنادين السابقين وقد اختلف في اسمه واخرجه الطيالس وابن وبيشيب وأحمد والنسائي في الكبرى وابن حبان وابن عين في الحلية من طريق سليمان بن مغير بهذا الإسناد واخرجه الطبراني في الأوسط من طريق أبي عامد صالح بن رستم عن حميد بن هلال عن نصر بن عاصم عبد الرحمن بن قرط عن حذيفة وقد قالفه وقد قالف أبو عامل صالح ابن رستم في إسناده سليمان بن المغير هالثقة كما قالف رواية قتادة عن نصر بن عاصم في الطريقين السابقين وابو عامل لينه بعضهم هما إنه رواه مرة أخرى فأسقط من إسناده نصر بن عاصم فلم يضبط الإسناد فقد أخرجه النسي في الكبرى الحاكم من طريق أبي عامر صالح من رستم هذا عن حميد ابن هلال عن عبد الرحمن بن قرط وعبد الرحمن بن قرط مجهول وقد روي معظم الحديث من طرق أخرى صحيحة كما بيناه عند الحديث السالف وفيها أن الله تعالى جاء بهذا الخير النبي صلى الله عليه وسلم ويكون بعده شر ثم يكون بعده شر خير ويكون بعده خير شر وفيها النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى حديث قال تعلم كتاب الله والتبع في ثلاث مرات فيها أن الأصمة كتاب الله وسنة الرسول والسنة تابعة أن الأصمة من الفتن كتاب الله وسنة الرسول تعلم كتاب الله في ثلاث مرات في الأصوة بكتابه وسنة قلت يا رسول الله هل بعد الشريم قال هدنة على دخن وجماعة على أقذاء فيها وفيهم شوق قال حذيف هدنة على دخن كلام الشارع في صفحة 16 شهر نعم نعم قال هدنة على دخن نعم هدنة على دخن أي على فساد واختلاف تشبيها بدخان الحطبي الرطبي لما بينهم من الفساد الباطلي تحت الصلاح الظاهر قاله في النهاية وجماعة على أقلاه هي كائنة فيها في الجماعة وفيهم شك من الراوية قال القالي أي واجتماع على أهواء مختلفة أو عيوب مؤتلفة وفي النهاية أراد أن اجتماعهم يكونوا على فساد في قلوبهم فشبهه بقذ العين والماء والشراب قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجع قلوب أقوام برفع قلوب وهو لا الصح وبنصبه بناء على أن رجع لازم أو متعد أي لا تصير قلوب جماعات أو لا ترد الهدنة قلوبهم على الوجه أو على الصفاء الذي كانت أي تلك القلوب عليه أي لا تكون قلوبهم صافية على الحقل والبغض والبغض كما كانت صافية قبل ذلك قال فتنة أي قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يقع شر هو فتنة عظيمة وبلية جسيمة عمياء أن يعمى فيها الإنسان عن أن يرى الحق صمى أن يصم أهلها عن أن يسمع فيها كلمة الحق أو النصيحة هذا القاضي المراد بكونها عمياء صمى أن تكون بحيث لا يرى منها مخرجا ولا يجددونها مستغاذا أو أن يقع الناس فيها على غرة من غير بصيرة فيعمون فيها ويصمون عن تأم لقول الحق واستماع النص أصلى الله على عفوة أعوه بالله من نفسنا قال القاري أقول ويمكن أن يكون وصف الفتنة بهما كناية عن ظلمتها وعدم ظهور الحق فيها وعن شدة أمرها وصلابة أهلها وعليها أي على تلك الفتنة دعاة بضم الدار جمع داعي أي جماعة قائمة بأمرها وداعية للناس إلى قبولها على أبواب النار حال أي فكأنهم كائنون على شفاء شرف من النار يدعون الخلق إليها حتى يتفقوا على الدخول فيها هذا الشر فتنة العمياء صمى عليها دعاة على بواب جهنم على بواب النار عمياء يعمل فيها الحق وصمى ما يتكلم فيها بالحق مصيبة لا يعرف الحق ولا أحد يتكلم بالحق نعوذ بالله ولها قال في هذه الحالة يكون الاعتزاء قال فإن تمت يا حدي وأنت عاض على جذلي خير من تتبع حدمهم مثل ما كان في الحدي الصحيح يقول أن يكون خير مال المرء قال من يتبعوا بها الجبال وما وقع القاطر شعف الجبال يفروا بدينهم من الفتح فإذا كان ما تبين له الحق ولا وجد الخير في المدن لا جمعة ولا جماعة ولا وجد من يتكلم بالحق ولم يتبس الأمر معنى يعتزل يعتزل ويكون في البرية أصلى الله السلامة والعافية نعم أصلى الله إليك حدثنا مسدد قال أخبرنا عيسى بن يونس قال أخبرنا الأعمش عن زيد بن وه عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع فإن جاء آخر نازعه فاضربوا رقبة الآخر قلت أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا مسدد قال أخبرنا عبد الوالث قال أخبرنا أبو التياح عن صخر بن بدر العجلي عن سبيع بن خالد بهذا الحديث عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجد يومئذ خليفة فاهرب فاهرب حتى تموت فإن تمت وأنت عظ وقال في آخره قال قلت فما يكون بعد ذلك قال لو أمن رجلا نتج فرسا لم تنتج حتى تقوم الساعة يعني هذا تابع الحديث السابق أو تكبر له شكرا عليه قال عفو الله عنك حديث صحيح دون ذكر السيف الذي في الرواية السالفة ودون قوله لو أن رجلا نتج فرسا لم تنتج حتى تقوم الساعة وهذا إسناد ضعيف لجهالة صخر بن بدر العجلي وقد روي الحديث دون هذين الحرفين بأسانيد أخرى صحيحة سلفت الإشارة إليها يعني لو أن رجلا نتج فرسا لم تنتج حتى تقوم الساعة والحرف الأول إيش فالله عنك فإلا السيف فإذا في جمع الخليفة فهرب إذا يكون الباقي من الحديث قوله فإن لم تجد يوم إذن خليفة فهرب حتى تموت فإن تموت من تعاض يعني يكون فإذا الحديث أتزال الفتن الأتزال يكون أتزال أما قولنا رجلا نتج لم تنج حتى تقوم الساعة قيام الساعة الله فعلم بها وكذا يقولوا السيف إذا دخلوا في السيف هذا دخلوا في الفتن فإذا كنت ثمارة الحديث أتزال الفتن وإلا تجدهم من الخليفة صمرهم منهم كان لهم جماعة وإماما زوجعة المسلمين وإماما وإلا فاهرب حتى تموت أهرب وترك الفرق كلها قولوا قال لهم ذكر الشالحون قال لهم فذي فنزل فرسا يعني ساعة في تحصيل ولدها مباشرة الأسباب قال ثم ماذا؟ قال ثم ينتج المهر فلا يركب حتى تقوم الساعة ثم يولد ولد الفرس فلا ركب لأجي الفتن وليقرب الزمن حتى تقوم الساعة قيل المراد به زمن عيسى عليه الصلاة فلا ركب المهر لعدم احتياج الناس فيه إلى محاربة بعضهم بعضا أو المراد أن بعد خروج الدجال لا يكون زمن طيب حتى تقوم الساعة يكون حين قيام الساعة قريبا قدر زمان إنتاج المهر ويركابه لكن قلنا أن هذا فيها في الصحة النظر نعم قبل أيش قبل تقديم وتأخيره على تقديم تأخيره سيأتي نعم حدثنا مسددا قال أخبرنا عيسى بن يونس قال أخبرنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطيعه ما استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا رقبة الآخر قلت أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعته ذناي ووعاه قلبي قلت هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نفعل ونفعد قال أطعه في طاعة الله وعصه في معصية الله نعم شكرا على حديث صحيح نعم شكرا عليه فالله قال إسناده صحيح وأخرجه مسلم وابن ماجه والنسائف الكبرى من طريق سليمان الأعمش بهذا الإسناد وهو في مسند أحمد وصحيح بن حبان نعم والحديث صحيح وفيها أن من بايع الإمام عليها أن يفيد بالبيعة عليها أن يفيد بالبيعة وفيها أنه إذا جاء آخر ينازع الإمام يقتل آخر لأنه أراد أن يفرق الناس إذا اجتمع الناس على إمام فلا يجل لحد يأتي وينازعه وإذا جاء أحد ينازعه يقتل الثاني لأنه يريد أن يفرق الناس بعد اجتماعه حتى ولو كان الإمام السابق ثبتت له الخيافة بالقوة والغلبة إذا اجتمع الناس على إمام ثبت له البيعة فإذا جاء أحد ينازعه يقتل الثاني من باع إمام فأعطاه صفقة يدي وثمر تنقفل وطيم استطاع فإنزا أحد ينازعه فاضلب رقبة الآخر قال قال هذا من عمك يأمر أن نفعل وأن نفعل يعني كان يريد ذكر أنه يعني يأمره بمنازعة علي يعني عليا هو هو الأول معاوية والآخر فأجابه بجواب صديق قال أطيعه في طاعة الله وعصف مقصية الله نعم هذا هذا دلت على الحديث دلال لا طاعة المهم وصل الخالق قوله فأعطاه الإمام صفقة يده يعني يعني الصفقة المراضقة بالتصفيق باليد لأن المتبايعين يضع أحدهم يده في يد الآخر عند يمينه وبيعته كما يفعل المتبايعين وثمرت قلبه يعني كنعي عن الخلاص في العهد والتزامه يعني إذا بايع الإمام عن الخلاص الصدق فليس له أن يقدر بل عليه أن يلتزم بالبيع وإذا دي آخر ناجه يقتل آخر نعم حسن الله إليك هنا قال المجزي الحديث خرجه مسلم بطوله في المغازي وأخرجه أبو داود في الفتن وأخرجه أبو نساي في البيعة وفي السيار وأخرجه أبو الماجه في الفتن نعم نقل عن النووي في الحاشية الشيخ شعيب نعم قال المقصود بهذا الكلام أن هذا القائل لما سمع كلام عبد الله بن عمر بن العاص وذكر الحديث في تحريم منازعة الخليفة الأول وأن الثاني يقتل فاعتقد هذا القائل هذا الوصف في معاوية لمنازعته علي رضي الله عنه وكانت قد سبقت بيعة علي فرأى أن هذا فرأى هذا أن نفقة معاوية على جناده وأتباعه في حرب علي ومنازعته ومقاتلته إياه من أكل المال بالباطل ومن قتل النفس لأنه قتال بغير حق فلا يستحق أحد مالا في مقاتلته سبق أن معاوية معه مجتهدون مجتهدون الصحاب في قتالهم مجتهدون من الصحاب فله وجنون ومخطط فله أجر وأكثر الصحاب نضموا إلى علي لأنهم رأوا أنه هو الخليفة الرسيلة تمت له بيعة وأن معاوية ومعه بغاه ومعه وطالبون بدمي عثمان ولا أنوا أنهم بغاه ومن الصحاب ما الذي يتبين له الأمر فأتزل الفريقين من سرمة من الأكواع أتزل الفريقين وذهب إلى البادية وتزوج وقال أن نبي أذن اللي في البدو وسامتهم زيد وجماعة بعضهم سامتهم مرجعة الصحابة أرجعوا أمرهم ما تبين لهم ولكن الصحابة تبين لهم أنهم حق علي أن تنرموا إليه يا أيها الذين عموا إن جاء وين طائفتين من أغتل فأصبحوا بهم فإن بغت أحدهم على الأخرى فقاتلوا التي تبغي عملوا بهذه العائلة الصحابة ونضموا إلى علي أنه هو الخالفة التي تمت له البيعة ومعاوية وصحابه بغاة ودليل على هذا القول للنبي لعمار تقتلوا فلئة الباغية قتلوا بجيشهم معاوية هذا واضح لكن لا يعلم أنهم بغاة ومجتهدون لهم أجر وعلموا ما لهم أجر أحسن الله إليك نعم من هو عبد الله بن عمر رضي الله عنه هو أولاده ما ينضمون إلى أحد حتى يزول الخلاف لما تمت البائعة معاوية أمر أولاده بأن يبايعوا نعم أحسن الله إليك حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للعربي من شر قد اقترب أفلح من كف يده قال أبو داود حدثت عن ابن واهب قال أخبرنا جرير بن حازم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعد مسالحهم سلاح حدثنا حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن نبي صالح عن نبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للعربي من شر قد اقترب أفلح من كف يده قال أبو داود حدثت عن ابن واهب قال أخبرنا جرير بن حازم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعد مسالحهم سلاح حدثنا حدثنا أحمد بن صالح عن عمبسة عن يونس عن الزهري قال وسلاح قريب من خيبر نعم قال تخريجه الضبطين فيها شيء قال عفر الله عنك اسناده صحيح أبو صالح هو ذكوان السمان والأعمش هو سليمان بن مهران وشيبان هو بن عبد الرحمن النحوي وأخرج وأحمد بن طريق محمد بن عبيد والطحاوي في شرح مشكل الأثار والبيهقي في شعب الإيمان طريق شيبان بن عبد الرحمن النحوي وابن بشران في أماليهم طريق عمر بن عبيد ونعيم نحمد في الفتن عن حفص بن غيات وأبو نعيم في الحليم طريق سفيان الثوري كلهم عن الأعمش به زاد الطحاوي زاد الطحاوي والبيهقي في روايتيهما تقربوا يا بني فروخ إلى الذكر فإن العرب قد أعرضت والله والله إن منكم رجالا لو كان العلم بالثرية لنالوه وزاد عمر بن عبيد اللهم لا تدركني إمارة الصبيان وأخرجه بن أبي شيبة عن أبي معاوية عن الأعمش به موقوفا وأخرجه الحاكم أبو عمر الداني في السنة الواردة في الفتن طريق بسلمة أبن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه ويلو للعرب من شر قد اقترب موتوا إن استطاعتهم ويسنادوا حزن وأخرجه بن أحبان في صحيح ونعيم نحمد في الفتن طريق عبد العزيز أبن محمد الدراور عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رفعه ويلو للعرب من شر قد اقترب من فتية عمياء صماء بكماء القاعد فيها خير والماشي فيها خير من الساعي ويلو للساعي فيها من الله وإسناده صحيح وأخرجه أحمد وجعفر الفريابي في صفة المنافق وابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق أبي يونس سليم بن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه ويلو العرب من شر قد اقترب ويطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا المتمسك منهم يوميد على دينه كالقابض على خبط الشوك أو جمر الغضاء وفي إسناده عبد الله بن لهيعة لكن الراوي عنه عند الفرياب قتيبه وهو ممن حسن أهل العلم روايته عن ابن لهيعة ويشهد لقوله آخر الحديث المتمسك منهم يوميد على دينه حديث أنس عند الترمذ وحديث أبي ثعلب الخشني الآتي عند المصنف وأخرجه أحمد والبزار وأبو يعدى من طريق عاصم بن بهدلة عن زيد بن قيسن عن أبي هريرة رفعه ويل العرب من شرن قد اقترب أطالب أحب مقصر الحديث الصحيح قولوا ويل العرب بل ويل يقول حلول الشر وتفجيع بقول الكلمة عذاب أو وادم في جهنم قال بعضهم خص العرب بذلك أنهم كانوا حينئذن معظم من أسلم من شر عظيم قد اقترب ظهوره قالوا لو أظهر أن مراد بهما أشرى إليه صدف الحديث المتوقع عليه بقوله فتح اليوم من ردمي أجوج أوم أجوج الحديث شوف كلام الشاري قال الطيبي قال الطيبي أراد به اختلاف قال الطيبي أراد به الاختلاف الذي ظهر بين المسلمين من وقعة عثمان رضي الله عنه أو ما وقع بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه قال القاري أو أراد به قضية يزيد مع الحسين رضي الله عنه وهو في المعنى أقرب لأن شره ظاهر عند كل أحد من العجمي والعرب أفلح أي نجأ من كف يده أي عن القتال والأذى أو ترك القتال إذا لم يتميز إذا لم يتميز الحق من الباطل المهم من تحذير لم توجع ويلوا للعرب من شره قد اقترب يعني قص العرب ويلوا للعرب حسن العرب لأنهم هم المعظم معظم من أسلم ويلوا للعرب من شره قد اقترب فتح اليوم من رضي أجود يوم أجود الفتن قوله قد أفلح من كف يده أفلح من كف يده هذه جملة عظيمة من كف يده على الدخول في القتال إذا لم يتبين له وسلمت يده من الدماء أفلح شوف التخريط قال مزي والحديث أخرجه صلى الله عليه وسلم قال مزي والحديث أخرجه أبو داود في الفتن قال المزي والحديث أخرجه أبو داود في الفتن عن محمد بن يحيى بن فارس عن عبيد الله بن موسى عن شيبان ابن عبد الرحمن عن الأعمش عن نبي صالح عن نبي هرير رضي الله عنه انتهى وفي المرقات أخرجه أبو داود بإسناد الرجال وهو رجال الصحيح والحديث متفق عليه من حديث طويل قال قوله قد أفلح من كف يدا هنا زيادة قال أبو داود حدثت عن ابن وهب قال حدثت عن ابن وهب قال أخبرنا جرير بن حازم عن وبدله ابن عمر يوشكوا المسلمون أن يحاصروا المدينة حتى يكون بعد مسالحهم سلاح في رواية أحمد قال وسلاح قريب من خيبر قالوا حدثت هنا أنا مبهم مش كالعالي أقول حدثت حدثت عن ابن وهب ما تعرض له نعم قال حديث صحيح وهذا إسناد فيه راوي لم يسمى وقد توبع ابن وهب هو عبد الله وخرجه ابن حبان والطبران في الأوسط وفي الصغير والحاكم متمام في فوائدهم طرق عن عبد الله بن وهب بهذا الإسناد يعني متابعة طيب قولوا يوشكوا المسلمون وحاصروا شف كلام الشهرة يوشكوا المسلمون وحاصروا إلى المدينة حتى يكون بعد مسالحهم سلاح سلاح قريب من خيبر يوشك المسلمون أن يحاصروا على البناء المجهول أن يحبسوا ويضطروا ويلتجوا إلى المدينة أي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم لمحاصرة العدو إياهم ويفروا المسلمون من الكفار ويجتمعون بين المدينة والسلاح موضع وهو وسلاح وهو موضع قريب من خيبر أو بعضهم دخلوا في حصن المدينة وبعضهم ثبتوا حواليها احتراسا عليها قاله القاري وقال الشيخ عبد الحق الدهلوي الظاهر أن هذا إخبار عن حال المسلمين زمن الدجال حين يعرز الإسلام إلى المدينة المطهرة أو يكون هذا في زمان آخر أبعد مسالحهم بفتح الميم جمعوا مسلحة وأصله موضع السلاح ثم استعمل للثغر وهو المراد هاهناء أبعد ثغورهم هذا الموضع القريب من خيبر القريب من المدينة على عدة مراحل قد يستعمل لقوم يحفظون الثغور من العدو قال ابن الأثير المسالح جمع المسلح والمسلحة هالقوم الذين يحفظون الثغور من العدو والسم مسلحة لأنهم يكونون ذوي سلاح أو لأنهم يسكنون المسلحة وهي كالثغر والمرقب يكون فيها قوام يرقبون العدو لأن لا يطرقهم على غفلة فإذا رأوه أعلم أصحابهم ليتأهبوا لا انتهى وفي المصباح المنير الثغر من البلاد الموضع الذي يخاف منه هجوم العدو فهو كالثلمة في الحائط يخاف هجوم السارق منها والجمع ثغور مثل فلس وفلوس سلاح بفتح السين قال في المرقات قد ضبط برفعه مضموما على أنه اسم مؤخر والخبر قوله أبعد وفي نسخة برفعه منونا وفي أخرى بكسر الرحاء ففي القاموس سلاح كسحاب وقطام موضع أسفل خيبر قال ابن الملك سلاح هو منونا في نسخة ومبني على الكسر في أخرى قيل مبني على الكسر في الحجاز غير منصرف في بني تميم والمعنى بعد ثغورهم هذا الموضع القريب من خيبر وهذا يدل على كمال التضييق عليهم وإحاطة الكفار حواليهم قاله القاري قال المزي حديث جريل بن حازم الأزل البصري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد من عمر اخرجه بداود في الفتن عن ابن وهب عن جريل انتهى قلت وفيه مجهول لأن بداود قال حدثت ولم بين من حدث بي اخرجه الحاكم في المستدرك والله أعلم يا خلال شايب توبع حدثنا سليمان بن حرب ومحمد بن عيسى قال أخبرنا حمد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى زوالي الأرض وقال إن ربي زوالي الأرض فأريت فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها وعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي تعالى لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة ولا يسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال لي يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد ولا أهلكهم بسنة بعامة ولا أسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها أو قال بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا وحتى يكون بعضهم يسبي بعضا وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق قال ابن عيسى ظاهرين ثم اتفق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى نعم الحديث صحيح هذا من الحديث كتاب التوحيد الإمام محمد رحمه الله تكر فيه كتاب باب مجال أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان وساق الحديث هذا مشكال عليه تخريجه صلى الله عليه قال إسناده صحيح أبو أسماه وعمر بن مرثد الرحبي وابو قلابه وعبد الله بن زيد الجرمي وأيوبه وابن أبي تميم السختيان واخرجه مسلم والترمذي من طريق أيوب السختياني ومسلم وابن ماجه من طريق قتاد بن دعام كلاه مع نبي قلابه عبد الله بن زيد الجرمي به ولم يخرج أحد منهم الحديث بتمامه كما هو عند المصنف نعم والحديث الصحيف وفيه فوائد منها أن الله تعالى قال إن الله زوالي الأرض فرأيته مشارقه ومغاربها هذا من يعني من دلائل نبوة ومن خصص من زواله والأرض هذه من دلائل نبوة وعلامة نبوة من خصص في مكان زوالها حتى رأى مشارق المغارب وقول إن أمكم سيبلغ ما أرثو يلمنها على بشارة بشارة انتشار الإسلام وأن الإسلام وأن الإسلام يبلغ مشارق الأرض ومغاربها ومثل حديث والله لا يتم من الله هذا الأمر ما من بيت مدن إلا دخله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل هذه بشارة انتشار الإسلام وأنه سيبلغ مسارة مغاربها وعطيت الكنزين الأحمر ولا بيض الأحمر الذهب ولا بيض فضة أيضا كذا فيه بشارة المؤمنين بأن يفتحون البلدان وأيضا قال سألت ربي لأمة الله يكبساتهم بعامة ولا يسلط عليهم عدوة من سماء ويستبيع بيضاتهم أيضا هذه بشارة بأن الله لا يهلك هذه الأمة من تجتاح بجذب عام أو تصد عدو يقضي عليهم وإنما يكون الخلاف بينهم قتال بعضهم بعضا الخلاف والحروب فيما بينهم أما يتهم عدو يجتاحهم أو جذب يجتاحهم هذا هطاه الله هذه الأمة هذه بشارة قال وإن ربي قال يا محمد إني قضيت قضاء فإنه لا يرد هذا قضاء المبرم الذي لم يعلق بشيء لا يرد أما القضاء المعلق بالأسباب هذا لابد انفعل الأسباب والسبب ومسب كلهم من قدر لكن هذا قضاء المبرم لا يرد إني قضاء فإنه رأد ولا أهلكم بسنة بعامة ولا أستطع عدو عدو من سوا فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع من بقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا وحتى يكون بعضهم يسبي بعضا يعني البشارة أن الله تعالى لا يهلك هذه الأمة بجذب العام أو باجتياح عدو العام وإنما يكون بعضهم فالكتل فيما بينهم قال وإنما أخف على أمتي على أمها المضلين في تحديم على أمها المضلين الدعاة الدعاة المضلين من من الحكام والعلماء المضلون هم الذين هم يضلون الأمة لنستبعوا لهم تبعوا الحكام والعلماء فيظلوا أظلهم قال وإذا وضع السيف في أمة الأمرة إلى يوم قيامة كما سبق في حديث عمر لما قتل عمر فتح الفتح ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل أمة المشركين وحتى تعبد فيها وقبائل أمة الأوثان هذا في الرد على ما قالنا هذه الأمة مطهرة وأنه لا يحصل فيها الشرك منزه على الشرك هذا ما يحصل فيها الشرك وأنه لا تقوم الساعة حتى تعبد الأوثان في الحديث للأخلاة لا تقوم الساعة تطرب علاية ونساء دوس عند هذه الخلصة تقوم الساعة حتى تعبد الله والعزة يشرك واقع في هذه الأمة بعض الناس يقول لهذه الأمة مطهرة ما ما يقع فيها الشرك ويبرون ما يفعله الناس عند الخبر ويقول هذا ما بشرك لهذه الأمة مطهرة هذا باطن قال وَلَا وَلَا أمد القادياني أو لهم أتباع هؤلاء الذين دعوا النبوة تلاك الذون ثالهون أما الذي دعوا لخبر الحق لا يحصل وَلَا وَلَا تَسَلُوا طائفة من نتاع الحق لا ظروف من خلال هذه بشارة بشارة أن الحق باقي في هذه الأمة يلقي بالساعة وهذه الطائفة المصورة في مقدمة أهل العلماء هم الصحابة والتابعون وهم أهل السنة والجماعة وهم أهل الحق وهم طائفة المصورة هم أهل الحق وهم أهل السنة والجماعة مقدمة وهم الصحابة والتابعون قال ما كان على متبعنا عليه اليوم ووأصحابي الصحابة والتابعون ومن بعدهم من الأمة والعلماء قد يكون من الطائفة وهذه الطائفة قد تكون تكثر وتقل وقد تكون متفرقة وقد تكون مجتمعة ذكر العلماء منهم قد يكون منهم العالم ومنهم المزارع منهم التالي والماجر والصالع والمجزار قال يقول لهم اهل متعددة وهم على الحق قلوا حتى يأتي آمن الله شوف قال في الصفحة ثلاثين وعشرين قال هنا ووقع في شرط إلى المكاذي الأمة يكون معظم امتداده في جهة المشرق والمغرب امتداده جهة المشرق والمغرب وهكذا وقوام في جهة الجنوب الشمال فقليل بالنسبة لمسر والمغرب والأحمر والاب الذهب والفضة قال نول بالكنز كسر وقيصر ملك العراق والشام قول فيستبيح ويضط هم يعني مجتمعهم ومضع سلطانهم ومستقر دعوتهم قال أئمة المضلين الدعين البدع والفسق والفجور قال والحديث مقتسم من قوله تعالى أو يبلسكم شيعا ويذق بعضكم بأس بعض قوله حتى يأتي أمر الله متعلق بقوله لا تزال يعني الريحة التي يقبض عندها روح كل مؤمن ومنا في لباة الشيخين لا تزالوا طائفة من وتي ظاهرين حتى يأتي أمر الله خرج الحاكم في المستنى عنه ما قال لا تزالوا طائفة من وتي ظاهرين الحق حتى تقوم الساعة يعني إلى قرب قيامها لأن الساعة لا تقوم إلا على الكفرة حتى لا قد فرض الله قل حتى تقوم الساعة المراد قرب قيام الساعة لأن الساعة لا تقوم إلا على الكفرة فالطائفة المصورة تقوم بضرواح المؤمنون قبل الساعة نعم الحديث البعد صلى الله حدثنا محمد بن عوف الطائف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال حدثني أبي قال ابن عوف وقرأته في أصل إسماعيل قال حدثني ضمضم ضمضم عن شريح عن أبي مالك عن أبي مالك يعني الأشعرية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أجاركم من ثلاث خلال ألا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق وأن لا تجتمعوا على ضلاله قال عفو الله عنك سناده ضعيف محمد بن إسماعيل وهو ابن عياش قال المصنف فيما سأله عنه لا جري لم يكن بذاك قد رأيته ودخلت حمص غير مرة وهو حي وسألت عمر بن عثمان عنه فدفعه وقال الحافظ في تهذيب التهذيب وقد أخرج أبو داود عن محمد بن عوف عنه عن أبيه عدة حديث لكن يرونها بأن محمد بن عوف رآها في أصل إسماعيل قلنا ثم إنه اقترف فيه عن إسماعيل بن عياش فرواه يحيى بن يحيى النيسابوري ثقه الحافظ وغيره عن عن يحيى بن عبيد الله بن عبد الله بن موهب عن أبيه عن أبيه ريضي الله عنه ويحيى بن عبيد الله متروك قال أبو حاتم الرازي عن رواية شريح وابن عبيد الحضرمي حديثه عن أبي مالك الأشعري مرسل ولهذا قال الحافظ في التلخيص في إسناده انقطاع الذي ذكر هنا دفعوني المعبود قال محمد إسماعيل بن عياش إسماعيل قال قبل عوف محمد العوف الطائي وقرت فيدي إسماعيل أي كتاب إسماعيل قال إسماعيل هذا ثاني ضمضم من زرعان شريح من عباسئ الحضر من عبيد لأبي مالك الشريح قال المزي في الأطراف واخترف بسمه فقيل الحارث وقيل عبيد وقيل عمر وقيل كعب من العاصم وقيل عبيد الله وقيل كعب من مالك وقيل عمرو الحارف بن هان بن كثوم نزل الشامدة والمعنى أن هذا الحديث روى ابن عوف أولاً عن محمد إسماعيل عن نبيه عن ضمضم كل منهم بالتحديث والسماء وروا ابن عوف ثانياً عالياً بدرجة من كتاب إسماعيل قال أحداً ضمضم فلان ابن عوف في هذا الحديث استنادان عن محمد بن إسماعيل عن نبيه عن ضمضم وعن كتاب إسماعيل عن ضمضم لكن قال من أول محمد إسماعيل عن نبيه قال أبو حاتم النسوع من نبيه قال منذري أبوه تكلم في غير واحد قال حافظ التلقيص في سادهم قطاع وله طرق لا يخلو واحد منها عن مقال وقال له موضوع آخر سنده حسن إنه لوئة بن عياش عن الشاميين وهي مقبولة وله شاهد عند أحمد وجاء الوثيقات لكن فيه راوى لم يسمى قال في التخرج المختصر اختلف في أبي مالك راوى هذا الحديث من هو فإن في الصحب ثلاثة يقال لكل منهم أبو مالك الأشهر أحدهم راوى حديث المعارف وهو مشهور بكنيتي وفي اسمه خلاف الثاني الحالث بالحالث مشهور باسمه أكثر الثالث كعب من العاصم مشهور باسمه دون كنيته ذكر المزلي هذا الحديث في ترجمة أبي مالك الأشهر الأول وذكره الطبراني في ترجمة الثاني قال حافظ وصح لي أن الثالث انتهى انتهى كلام الملاوي يقول ليش الفاصل والحيد الضعيف نعم فالله نعم لكن لكن المتنه ألا نبيكم عليكم وتاركوا جميع هذا صحيح الرسول ما دعا عالهم هذا وأن لا يظهر أهل باطل على الحق يعني ظهورا مثل ما جاء في الحديث السابق يعني ألا يجتح العدو وأنت ألا تجتمع على ضلالة المعنى صحيح هذه الطائفة المصورة باقية وهذه الأم ما يدعو عليها نبيها ولا يظهر أهل الباطل أهل حق ظهورا مستمرا فالمعنى المثل الصحيح وإن كان يعني سنطعي نعم بعد حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال أخبرنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن ربعي بن حراش عن البراء بن ناجية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تدور رحى الإسلام تدور رحى الإسلام بخمس بخمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين فإن يهلكوا فسبيل من هلك وإن يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عاما قال قلت أمما بقي أو مما مضى قال مما مضى قال أبو داود من قال خراش فقد أخطأ طيب ماذا كان لديه قال عفو الله عنك حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لجهالة البراء بن ناجية قال البخاري لجهالة البراء بن ناجية الله يعني عبد الله بن مسعود نعم عفو الله عنك قال البخاري في التاريخ الكبير لم يذكر سماع من ابن مسعود ولكنه متابع منصور هو ابن المعتمر وسفيان هو ابن سعيد الثودي وعبد الرحمن هو ابن مهدي وأخرجه الطيالس ونعيم بن حماد في الفتن وأحمد في مسنده ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ابراهن بن الحسين ابن ديزيل في سيرة علي كما في البداية والنهاية ابن كثير وأبو يعلى والطحاوي في شرح مشكلة أثار ابن الأعرابي في معجامي والخطابي في غريب الحديث والحاكم والبيهقي وفي دلائل النبوة البغوي من طريق منصور ابن المعتمر بهذا الإسناد وأخرجه أحمد وأبو يعلى والبزار والطحاوي ابن الأعرابي في معجامي ابن الحبان والطبراني في الكبير والخطابي في غريب الحديث من طريق القاسم من عبد الرحمن ابن عبد الله مسعود عن أبيه عن جده وإسناده صحيح قد ثبت غير واحد من العلم سماع عبد الرحمن نبيه وأخرجه البزار وبإثر حديث وابن ديزيل كما في البداية والنهاية والطحاوي شرح مشكلة الثار والطبراني من طريق شريك النقع عن مجالد بن سعيد عن عامر الشاب عن مسروق عن عبد الله مسعود وأخرجه موقوفا الطبراني في الكبير من طريق أبيه الأحوص عن عبد الله بن مسعود وإسناده صحيح قال الطبراني بإثنيها كذر رواه الأحوص موقوفا ورفعه مسروق وعبد الرحمن ابن عبد الله والبراء بن ناجية حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لجهالة البراء بن ناجية حديث صحيح للطرق متابعات الطرق والمتابعات قال لأنه قال البخاري عنه عن البراء بن ناجية لم يكر سماع بن مسعود ولكنه متابع يقول الشيخ شعي لأنه لم يسمع من بن مسعود لم يذكر سماعا من بن مسعود قول تدور رحى الإسلام بخمس وثلاثين أو ستلاثين أو سبعين ثلاثين فإن يهلك هو بسبب من هلك وإن لغم دينهم يقم لهم سبعين عاما قال قتو أمما بقي أمما مضى قال أمما مضى طيب شكلام المعالف قول تدور رحى الإسلام بخمس وثلاثين نعم صحة حول ألفان كذا صحة طيب طيب تدور رحى الإسلام نعم صلى الله عليه قال تدور رحى الإسلام بخمس أو وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبعين وثلاثين اعلم أولين أن العلماء اختلفوا في ببيان معنى دوران رحى الإسلام على قولين الأول أن المراد منه استقامة أمر الدين واستمرار وهذا قول الأكثرين والثاني أن المراد منه الحرب والقتال وهذا قول الخطاب والبغوي قال العلامة الأردبيلي في الأزهار الشرح المصابيح قال الأكثرون المراد بدوران رحى الإسلام استمرار أمر النبوة والخلافة واستقامة أمر الولاة وإقامة الحدود والأحكام من غير فتور ولا فطور إلى سنة 35 أو 36 أو 37 من الهجرة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث مما مضى وقال الخطاب في المعالم والشيخ في شرح السنة المراد بدوران رحى الإسلام الحرب والقتال شبهها بالرحى الدوارة بالحب لما فيها من تلف الأرواح والأشباح انتهى فإن قلت إرادة الحرب من دوران رحى الإسلام أظهر وأوضح من إرادة استقامة أمر الدين استمراره لأن العرب يكنون عن الحرب دوران الرحى قال الشاعر فدارت رحانا واستدارت رحاهم فكيف اختار الأكثرون الأول دون الثاني قلت لا شك أن العرب يكنون عن الحرب دوران الرحى لكن إذا كان في الكلام ذكر الحرب صراحة أو إشارة وليس في الحديث ذكر الحرب أصلا قالت تربشتي رحمه الله تور بشتي قالت تور بشتي رحمه الله أنهم يكنون عن اشتداد الحرب بدوران الرحى ويقولون دارت رحى الحرب أي استتب أمرها ولم تجدهم استعملوا دوران الرحى في أمر الحرب من غير جريان ذكرها أو إشارة إليها وفي هذا الحديث لم يذكر الحرب وإنما قال رحى الإسلام فلأشبه أنه أراد بذلك أن الإسلام يستتب أمره ويدوم على ما كان عليه المدة المذكورة في الحديث ويصح أن يستعار دوران الرحى في الأمر الذي يقوم لصاحبه ويستمر له فإن الرحى توجد على نعة الكمال ما دامت دائرة مستمرة ويقال فلان صاحب دارتهم إذا كان أمرهم يدور عليه ورحى الغيث معظمه ويؤيد ما ذهبنا إليه مروا الحرب في بعض طرقه تزول رحى الإسلام مكان تدور ثم قال كأن تزول أقرب لأنها تزول عن ثبوت واستقرارها وكلام التور بشتي هذا ذكره القاري في المرقات وقال ابن الأثير في النهاية يقال دارت رحى الحرب إذا قامت على ساقها وأصل الرحى التي يطحن بها والمعنى أن الإسلام يمتد قيام أمره على سنن الاستقامة والبعد عن إحداثات الظلمة التي تقضي هذه المدة التي هي بضع وثلاثون انتهى ثم أعلم أن اللام في قوله لخمس للوقت أو بمعنى إله قال الأرضبيل واللام فيه لخمس للوقت كما لو قال أنت طالق لرمضان أي وقته قال الله تعالى قم الصلاة ليدلوك الشمس وقيل بمعنى إله لأن الحروف الجارة يوضع بعضها ما وضع بعض انتهى قلت كون اللام في لخمس بمعنى إله والأظهر كما لا يخفى فإن قلت في الحديث انتهاء مدة دوران رحى الإسلام ولم يذكر فيه ابتداء مدته فمن أي وقت يراد الابتداء قلت يجوز أن يراد الابتداء من الهجرة أو من الزمان الذي بقيت فيه من عمره صلى الله عليه وسلم خمس سنين أو ست سنين قال في جامع الأصول قيل إن الإسلام عند قيام أمره على سنة الاستقامة والبعد عن إحداثات الظلمة إلى أن ينقضي مدة خمس وثلاثين سنة واجهه أن يكون قد قاله وقد بقيت من عمره صلى الله عليه وسلم خمس سنين أو ست فإذا انضمت إلى مدة خلافة القلفاء الراشدين وهي ثلاثون سنة كانت بالغة ذلك المبلغ وإن أراد سنة خمس وثلاثين من الهجرة ففيها خرج أهل مصر وحصر عثمان رضي الله عنه وإن كانت سنة ست وثلاثين ففيها كانت وقعة الجمل وإن كانت سنة سبعين وثلاثين ففيها كانت وقعة صفين انتهى فإن يهلكوا فسبيل من هلك وإن يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عاما اعلم أنهم لما اختلفوا في المراد بدوران رحل الإسلام على القولين المذكورين اختلفوا في بيان معنى هذا الكلام وتفسيري أيضا على قولين تفسير هذا الكلام على قول الأكثرين هكذا فقوله فإن يهلكوا يعني بالتغيير والتبديل والتحريف والخروج على الإمام وبالمعاصي والمظالم وترك الحدود وإقامتها وقوله فسبيل من هلك فسبيلهم في الهلاك بالتغيير والتبديل والوهن في الدين سبيل من هلك من الأمم السالفة والقرون الماضية في الهلاك بالتغيير والتبديل والوهن في الدين وقوله وإن يقم لهم دينهم أي لعدم التغيير والتبديل والتحريف والوهن يقم لهم سبعين عاما وعلى قول الخطاب والشيخ معناه فإن يهلكوا بترك الحرب والقتال فسبيلهم سبيل من هلك بذلك من الأمم السالفة والقرون الماضية وأن يقم لهم دينهم بإقامة الحرب والقتال يقم لهم سبعين عاما هكذا قرر الأردبيل رحمه الله وليس الهلاك فيه على حقيقته بل سمى أسباب الهلاك والاشتغال بما يؤدي إليه هلاكا فإن قلت في هذا الكلام موعدان الأول أنهم إن يهلكوا فسبيلهم سبيل من هلك والثاني أنهم إن يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عاما وهذان الموعدان لا يوجدان معا بل إن وجد الأول لا يوجد الثاني وإن وجد الثاني لا يوجد الأول فأي من هذين الموعدين وجد ووقع قلت قال القاري في المقات قد وقع المحذور في الموعد الأول ولم يزل ذلك كذلك إلى الآن انتهى قلت لا شك في وقوعه قد ظهر بعد انقضاء مدة القلفاء الراشدين ما ظهر وجرى ما جرى فلما وقع في الموعد الأول ارتفع الموعد الثاني كما لا يقفى على المتأمل فإن قلت قال الخطابي احتمل أن يكون المراد بالدين هنا الملك وقال ويشبه أن يكون أراد بهذا ملك بني أمية أراد بهذا ملك بني أمية انتقاله عنهم إلى بني العباس وكان ما بين استقرار الملك لبني أمية إلى أن ظهرت دعاة الدولة العباسية بخراسان وضعف أمر بني أمية ودخل الوهن فيه نحو من سبعين سنة فعلى قول الخطابي هذا يظهر أن المعد الثاني قد وقع قلت قول الخطابي هذا ضعيف جدا بل باطل قطعا ولذلك تعقب عليه من وجوه قال ابن الأثير بعد نقل قوله بعد نقل قوله هذا التأويل كما تراه فإن المدة التي أشار إليها لم تكن سبعين سنة ولا كان الدين فيها قائما انتهى وقال الأردبيل بعد نقل كلامه وضعفوه بأن ملك بني أمية كان ألف شهر وهو ثلاث وثمانون سنة وأربعة أشهر انتهى وقال التورى بأشتي بعد نقل قوله يرحم الله أبا سليمان أي الخطاب فإنه لو تأمل الحديث كل التأمل وبنى التأويل على سياقه العالم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بذلك ملك بني أمية دون غيره من الأمة بل أراد استقامة أمر الأمة في طاعة الولاة وإقامة الحدود والإحكام يجعل المبدأ فيه أول زمان الهجرة وأخبرهم أنهم يلبثون على ما هم عليه خمسا وثلاثين أو ستا وثلاثين أو سبعا وثلاثين ثم يشقون عصى الخلاف فتفرق كلمتهم فإن هلكوا فسبيلهم سبيل من قد هلك قبلهم وإن عاد أمرهم إلى ما كان عليه من إثار الطاعة ونصرة الحق يتم لهم ذلك إلى تمام السبعين هذا مقتضى اللفظ ولو اقتضى اللفظ أيضا غير ذلك لم يستقم لهم ذلك القول فإن الملك في أيام بعض العباسية لم يكن أقل استقامة منه في أيام المروانية ومدة إمارة بني أمية من معاوية إلى مروان لمحمد كانت تحهم تسع وثمانين سنة والتواريخ تشهد له مع أن بقية الحديث ينقض كل تأويل لنخالف تأويلنا هذا وهي قول ابن مسعود قلت أي يا رسول الله أمما بقي أو مما مضى يريد أن السبعين تتم لهم مستأنفة بعد خمس وثلاثين أم تدخل الأعوام المذكورة في جملتها يريد أن السبعين تتم لهم مستأنفة بعد خمس وثلاثين أم تدخل الأعوام المذكورة في جملتها قال مما مضى يعني يقوم لهم أمر دينهم إلى تمام سبعين سنة من أول دولة الإسلام لا من انقضاء خمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبعين وثلاثين إلى انقضاء سبعين قال المزي في الأطراف حديث البراب الناجية الكاهري وقال محارب عن ابن مسعود اخرجه بدودة في الفتن عن محمد بن سليمان الأنباري عن ابن مهدي عن سفيان عن منصور عد ربعي بن حراش عنه به انتهى قلت هذا حديث نسناده صحيح والله أعلم يتقارب الزمان قد يراد به اقتراب الساعة وتقارب أهل الزمان بعضهم من بعض في الشر والفتنة أو قصر أعمال أهله أو قرب مدة الأيام هل تبع الحديث لبعده نعم يعني تدر يعني قيام الساعة والفتن إلى هذا الوقت فإن يهلكوه بسبعين هلك وإن يقومون دينهم يقومون دينهم سبعين عاما هذا أخبار يعني عن العلم الليب وأنهم يستقيموا لهم دينهم هذه المدة فيها يعني يحس على زم الاستقامة والبعد عن سبب الفتن وأن يحسن على عقابة دينه ويبتد أما يكون سببا في انحرافه ما قال أبو دود من قال خراش فقد أخطأ ما قال خراش نعم أو حراش حراش قال أبو دود من قال خراش فقد أخطأ ما تكلم عنه يعني قال يعني ربعي بالحراش نعم نعم قرأه بالخاء فقد أخطأ لا يكرر بالخاء المعجمة يا الله ما قال أبو دودا ها في حد قرأها خراش ها في حد قرأها خراش في حد قرأها خراش منظرنا تجاوزها هنا الشارح ما تكلمها هنا عندكم النسخة الثانية لتحقيق ما تكلم عن الخراش ما قل بالخال المعجمه ما قل بالخراش ما قل بكسر مهملة بكسر المهملة يقوله المعجمه حراش من قال خراش فقد أخطأ لكن ما ذكر لقال ما قال خراش بالمعجبة ما عليها شرح فالله عنه قال الشيخ شعيب مقالة وبي داود هذه أثبتناها من هامشها وأشار إلى أنها في رواية الرملي ليست موجودة حتى في شرح بالرسلانة قصة الحافظ قصة الحافظ نسخة 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 هذا في العالم تدور حال إسلام استقامة لخمسة وثلاثين وثلاثين يكون الأمر مستقيم فإن يهلكوا بسببهم وإن يقولهم دينهم يقول لهم هذه المدة يعني أمر غيبي ولكن إنسان ما مر بال لزوم الحق والاستقامة على الدين نعم هذه البعدة حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عن بسة قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان وينقص العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج قيل يا رسول الله أيّة هو قال القتل القتل أنت صحيحة في الصحيحة المشكلة عليه فالله عنك قال هذا حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف من أجل عنبسة وهو ابن خالد بن يزيد الأموي وقد توبع يونس من أجل عنبسة نعم ما فالله عنك من أجل عنبسة وهو ابن خالد بن يزيد الأموي وقد توبع يونس هو ابن يزيد الأيل وابن شهاب ومحمد بن وسلم الزهري وأخرجه البخاري ومسلم بإثر الحديث رقم كذا من طريقين عن ابن شهاب الزهري به وأخرجه البخاري ومسلم بإثر الحديث كذا وبإثر حديث كذا ابن ماجة من طرق عن أبي هريرة ولم يذكروا ويلقى الشح سوى البخاري ومسلم في بعض طرقه وهي طريق سعيد بن مسيب عن أبي هريرة وزاد بعضهم وتكثر الزلازل وبعضهم يزيد أيضا حتى يكثر فيكم المال فيفيض ورواية مسلم ابن ماجة الأوليتان مختصرتان وهو في مسندي أحمد الصحيح بن حبان نعم الحديث صحيح يعني وإن كان الحديث الصحيح لكن صحيح نعم يتقارب الزمان عفو الله عنك قال يتقارب الزمان قد يراد به اقتراب الساعة أو تقارب أهل الزمان بعضهم من بعض في الشرج والفتنة أو قصر أعمال أهله أو قرب مدة الأيام والليالي حتى تكون السنة كالشهر قال الإمام بسليمان الخطاب معناه قصر زمان الأعمار قلة البركة فيها وقيل هو دنو زمان الساعة وقيل قصر مدة الأيام والليالي على ما روي أن الزمان يتقارب حتى يكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالأسبوع والساعة كاحتراق السفعة السعفة انتهى قال البيضاوي يحتمل أن يكون المراد بتقارب الزمان تسارع الدول إلى الانقضاء والقرون إلى الانقراض فيتقارب زمانهم وتتدانى أيامهم وقال ابن بطال معناه والله أعلم تقارب أحواله في أهله في قلة الدين حتى لا يكون فيهم من يمر المعروف ولا ينهى عن منكر لغالبة الفسق وظهور أهله وينقص العلم أي في ذلك الزمان بموت العلماء الأعيان وتظهر الفتن أي ويترتب عليها المحن ويلقى الشح في قلوب أهله أي على اختلاف أحوالهم حتى يبخل العالم بعلمه والصانع بصنعته والغني بماله وليس المراد وجود أصل الشح لأنه وجود في جبلة الإنسان إلا من حافظه الله ولذا قال تعالى وَمَنْ يُقَشُحَ نَفْسِي فَوَلَعِكَ هُمْ مِنْفْلِحُونَ وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ بِفَتْحِ الْهَاءِ وَسُكُونِ الرَّايُّ وَبِالْجِيمُ أيَّةُ هو أي الهَرْجُ أي شيء قال أي النبي صلى الله عليه وسلم قال المزي والحديث اخرج البخاري في الأدب في الفتن ومسلم في القدر وأبو داود في الفتن ويحتمل تقارب الزمان مثل ما فتح الله على الناس في هذه الأيام الصناعات وتقارب وتقارب البلدان عن طريق المراكب الجديدة والاتصالات وغيرها هذه ما كانت موجودة في زمان العلماء السابقين ولا يدوروا في خالدهم فهذا تقارب الزمان الآن الناس أحصبها العلم كالقرية كأنه قرية واحدة كأنه قرية واحدة تقارب الزمان أنت الآن تعلم ما يكون من أخباره في الشرق أو في الغرب وتكلم ما أنت شيئا في الشرق أو في الغرب وفي مكانك تعلم الأسعار من في مكانك تشتري وتبيع هذا تقارب الزمان هذا ما كان يزور دور في خلد العلم ما كان يدور في خلد هناك طائرة طائرة تضطر في الجو وأن مكالمات تكلمهم ما كان لما أحلم بهذا الساعة لما جاءت قالوا هذي سحر لما جاء أول ما خلد في زمن هارون رشيد وغيره فهذا تقرب الزمان الله يعلم أنه من العلماء رحمه الله خطى بقصر زمان الأعمار قلة البركة قصر مدة الأيام الأيام والليلة هي ما تتغير 24 ساة اليوم والليلة ذنوا زمان الساعة والساعة كذلك باقية تقرب زمان تسارع الدول يقول إلينا انقضاء أو تقرب أهله فلقض الله يعلم أنه ما نفتح في آخر الزمان في في كل شيء في الصناعات وفي الخطوط وفي كل شيء حتى صار العالم كان هو أحفال تقرب الزمان تقرب الزمان يتقرب وينقص العلم نعم وهذا واقع وهذا من علامة النبوة ومن دار النبوة العلم ينقص الآن نحن الآن في عصر الجهل وإن كان يعني انتشر القلم في الذكور والعناث والصحف والمجلل والإذاعات وغيرها كل هذا جهل لكن العلم الشرعي المشرعي العزيز وقليل الآن من هو العالم الشرعي الآن تجد ولذلك تجد يعني حتى التحقيق عزيز في الصلوات الآن تجد من يتقن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وإذا رفع رأسه من الركوع وقف حتى ولقاء القرسي وإذا رفع رأسه من السجل حتى قل من يطبق هذا قليل وكذلك تجد أكثر نسماشي على الصلاة تصح بتسبيح واحدة أو ثلاث تسبيحات وإذا رفع رأسه واستقع يكفي لكن السنة قليل من يطبق هذا وأكثر كثير من العمى من الشباب ومن غيرهم يجهلون عندهم جهل فكثير بعضهم لأن يشفروا يوم ونقاط قال صار يجمع بين الصلاتين قال نطبق السنة هذا ومسنة رخصة هذا الجمع في خلاف الجمع للمطر فالمقصود أن العلم الشرعي قليل ينقص قليل العلم الشرعي قليل وتظهر الفتن وفي ثلاثة نظهر يلقى الشح هذا الشح البخل بخل بالمال بخل بالعلم بخل بالصناعة مثل ما قال البخل يلقى الشح في قلوب أهل على اختلاف أحوالهم حتى بخال عالمه بعلمه والصانع بصناعته والغني بماله يلقى الشح على أسوأ البخل وهو الجمع المال الحرص على جمع المال مع منع الواجب حرص الحرص على جمع المال وعدم إخراج الواجب أشد أسوأ البخل الشح أسوأ بخل مع حرص ويكثر الهرج الهرج القتل وهلا وعق قال تجد من تجد مكان لفيه تسمع عن أخبار القتل نسأل الله السلام والعافية نعم بعدها نسأل الله إليك باب النهي عن السعي في الفتنة حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا وكيع عن عثمان الشحام قال حدثني مسلم بن أبي بكرة عن أبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتنة نكون المتجع فيها خيرا من الجالس والجالس خيرا من القائم والقائم خيرا من الماشي والماشي خيرا من الساعي قال يا رسول الله ما تأمرني قال من كانت له إبل فليلحق بإبله ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه قال فمن لم يكن له شيء من ذلك قال فليعمد إلى سيفه فليضرب بحده على حرة سيأتيان نعم والحدي الصحيح وفيه وفيه عالم من عالم النبوة حيث أخبر بيرفتها قال تكون فتنة كون المتجع فيها خيرا من الجالس والجالس وخيرا من القائم وقائم خيرون الماشي ومن خيرون الساعي يعني كلما بعد عنها كان أسلم كان أسلم لدينه كان أسلم لدينه قول ستكون ستوجد وتحدث المتجع في الفتنة خير من الجالس يعني المتجع أضعف من الجالس لأنه يرى ويسمع ما لا يراه ولا يسمعه المتجع فيكون الجالس أقرب بالفتنة بالمشاهدة والجالس يكون خيرا من القائم لأنه يرى ويسمع ما لا يراه ولا يسمعه الجالس قال ويمكن أن يكون المراد بالجالس والثابت في مكانه غير متحرك لما يقعه الفتنة في زمانه والمراد بالقائم ما يكون فيه نوعه باعث وداعية لكنه متردد فيه ثارة الفتنة والقائم في الفتنة يعني من بعيد مشرم لها الماشي هو الذاهب على رجله إليها والسعي المستعي إليها ماشينا وراكبا قال رسول الله يا أبو بكر فما تأمرني قال ما كان هو إبل فللحق بإبله يعني في البرية حتى يبتعد عن عن الفتن ومن كان له أرض يعني عقارة ومزرعة بعيدة عن الخلق فللحق بأرضه المرضي أتزال لا أتزال أتزل الفتنة يعني أتزل الفتنة إن كان لك مزرعة بعيدة أتزل كن في مزرعتك وأتزل إن كان لك إبل يخرج البرية ولا تشارك في الفتن وفي القتال فإن لك شيء على هذا وإنزل ببيتك قال من كان له إبل فلحق بإبله ومن كان له غنم فلحق بغنمه ومن كان الأرض من كان له يبل الحق بإبله ومن كان له غنم الحق بغنمه في البرية ومن كان له أرض يلحق بأرضه قال فمن يكون شمد ذلك قال قال فليعمد إلى سيفه فليضرب بحده على حرة يعني على الحجر ثم لينجو استطاع يعتزل يعتزل وكان الله علم أن هذا يعني بل ظاهر هذا أنها فتح الحروب والقتال يعني لا تدخل ولا تشارك في القتال وأنت لا تدري ما وجهه اليعمد إلى سيفه فليضربها يعني على الاتزال يعتزل يعتزل ولا تدخل في القتال وقال يعني يضرب بحده لكنها عم ترك القتال والمعنى لكس السلاحة كي لا يذهب به إلى الحرب يكسرتها معنى ما تذهب قال لأن تلك الحرب بين المسلم فلا جزء حضورها ثم يجو والنجاة الخلاصة يلي يخرج من بينها لهذه الفتحة قال منذري وأخرجه بخاري مسلم من حديث مسيب وابي سلمة على برحوة وأبو بكر السور في عبد الحارث كن بأبو بكرة لأنه تدلى إلى نبي صلى الله عليه وسلم من حصن الطائف ببكرة نعم فيه دلي على أنه يبغي يعتزل الفتن الحروب هذا من الفتن الحروب لا يدخل في الحروب وهو لا يدري ما وجهها بل يعتزلها ويبتد عنها نعم أحسن الله إليك حدثنا يزيد بن خالد الرملي قال أخبرنا المفضل عن عياش عن بكير عن بسر بن سعيد عن حسين بن عبد الرحمن الأشجعي أنه سمع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال قلت يا رسول الله أرأيت إن دخل علي بيتي وبسط يده ليقتلني قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنك ابن آدم وتلا يزيد لإن بسطت إلي يدك لتقتلني الآية ماذا قال الحديث صحيح ماذا قال عادي الله عنك قال أصل في الصحيح أو في الصحيح نعم حديث صحيح وهذا إسناد اختلف فيه عن بكير وهو بن عبد الله بن الأشج كما بيّن الدرقطني في العلل ثم قال بعد ذلك حديث مفضل بن فضاله أشبه بالصواب والله أعلم قلنا وحسين بن عبد الرحمن ويقال وعبد الرحمن بن حسين الأشجعي مجهول لكن للحديث طريق أخرى صحيحة حسين بن عبد الرحمن من الأوسط من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث عن الليث بن سعد عن عياش بن عباس القتباني عن بكير ابن عبد الله بن الأشج عن بسر عن عبد الرحمن بن حسين الأشجعي عن سعد بن أبي وقاص وخالف عبد الله بن صالح قتيبة بن سعيد عند أبي خيثم زهير بن حرب في مسنده كما في النكة الضراف وأحمد والترمذي وأبي يعلى والهيثم بن كليب الشاشي في مسنده والسهمي في تاريخ جرجان والضياء في المختارة عن الليث بن سعد عن عياش بن عباس عن بكير بن الأشج عن بسر بن سعيد عن سعد بن أبي وقاص دون ذكر الأشجعي وقد صوب الدار قطني ذكره كما ذكرناه آنفا وأخرجه أحمد من طريق عبد الله بن لهيعة عن بكير بن الأشج أنه سمع عبد الرحمن بن حسين وحدثه أنه سمع سعد بن أبي وقاص فأسقط من إسناده بسر بن سعيد وابن لهيعة سيء الحفظ وأخرجه ابن أبي شيبة والدورقي في مسند سعد والبزار وأبو يعلى من طرق عن داود بن أبي هند عن أبي عثمان النهدي عن سعد بن أبي وقاص دون قوله يا رسول الله رأيت إن دخل علي بيتي وبسطي ذوي ليقتلني إلى آخر الحديث وإسناده صحيح ويشهد لهذا الحديث حديث أبي بكر السالف قبله وحديث أبي موسى الأشعري الآتي وحديث أبي هرير الذي سلفت الإشارة إليه عند الحديث السابق يعني صحيح ما ذكرناه في الصحيح أو في أحدهما عفو الله عنك ما ذكر ما ذكر نعم رواح التلمذي وأحمد والصححة والألباني بس هذا من هذا من الشيخ ها هذا المخرجين نشرح سنن نبي داود بن أرسلان ايش حط المكبل قال رواح التلمذي وأحمد والصححة والألباني وفي صحيح الجامع وفيه أنه قال إن دخل على بيتي وبسطته الياطين قال كن كابن آدم يعني قول تعالى في قصة واتلع عليهم بابن آدم يتقرب قرباناً فتقبل من أحدهما ولم تقبل من آخر قال قال قفرنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لإن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا ببسطي إليك ليقتلك إني أخو الله رب العالمين يعني لا لا تقاتل استسلم هذا يعني هذا الحديد الذي على هذا أنه يستسلم وهذا هو الأولى والأفضل وفعل ذلك عثبان رضي الله عنه حينما حط به الثوار لم يستسلم ولم يدافع حتى إن العبد لبسوا السلاح يدافع عنه فنهاهم فلم ينتهوا فقال من وضع السلاح فهو حر فوضعوا السلاح وخرجوا لكن جاء في الحديد الآخر الرجل قد يريد أن أخذ مالي قال لا تطع قال إن قاتلني قال قاتل قال فإن قتلتم قال فهو نار قال فإن قتل فأنت قال فأنت في الجنة وظهر هذا الحديث أي شيء أنه يدافع عن نفس الحديث فيه أنه لا يدافع عن نفس يعني هذا يحمل على أيام الفتن إنها ستكون فتن ستكون فتنة فيها بداية الحديثة قال الله عنك إنها إنها ستكون فتنة قال فإن دخل علي بيتي وبسط ويقتلني يعني ليس له أن يدافع الفتنة عن نفسه هو لا يدخل فتنة لكن من جاء ليقاتله هل له أن يدافع عن نفسه أو يستسلم يعني في غير الفتنة هذا معروف الحديث نعم فغير الفتنة إذا جاء مخير أيضا حتى في غير الفتنة إذا جاء ليأخذ ماله هل له أن يدافع عن نفسه وله أن يستسلم هل له أن يعطيه ماله ولا يقاتل لكن في الفتنة هل له أن يدافع عن نفسه أو يسأله أن يدافع عن نفسه هم لا يدخل في الفتنة لكن يريد أن يدفع عن نفسه نعم فلا يجع بينهما بأن له له أن يدافع وله أن يستسلم وكون يستسلم هو أو لا والذي فعل عثمان عثمان رضي الله عنه أليس له لا يجوز له أن يدافع عن نفسه نعم وندافع عن الصحابة بلى لكن اخترى إيش يستسلم نعم نعم من هو نعم عثمان نعم صحيح هذا أحبار المستقبل لكن ما يمنع من هذا أنه يدافع نعم كأنه قال للعبيب إنما عملوا السلاح فإني على موعد وعدنيه رسول الله اللهم صلى الله عليه وسلم أحسن الله لك أبو بكر في حديث الصحيح قال لو دخلوا علي ما بهشتهم بقصرة ما يخالف يختار هذا لكن هل يجوز هل يجوز أن يدافع أو لا يجوز نقول هذا هو الأفضل استسلام هو الأفضل لكن هل يجوز أن يدافع أو لا يجوز هذا محل نظر يريد أن الصبر فيها أحسن من الحركة لكون الحركة تزيد في الفتنة والمسألة مختلف فيها وأخذ كثير بظاهر الحديث وقد دخل بعض أهل الشام أيام الحرة في غار على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ومعه سيف فقال له أخرج فألقى أبو سعيد سيفه إليه وخرج فقال له أنت أبو سعيد قال نعم فكف عنه ذكره القاضي أبو بكر في شرح الترمذي يعني ظهر الكلام أنه مخير أنه مخير جوز لها الدفاع النفس لكن الأكثرون على أنه يستسل النساء لا يريد أن يدفع عن نفسه له أن يدافع عن نفسه وله أن لا يدافع إن استسلم فهو أفضل وإن دافع فلا بأس هو لا يدخل في الفتنة لا يأتي لهم لكن إذا جاءوا إليه جاءوا ليقصوا هل يدافع عن نفسه أو يستسلم هل له ظاهر رديله الجنبين الحديث أنه له أن يدافع عن نفسه وله أن يستسلم لكي يكونوا يستسلم أفضل شكرا شكرا الشاعر عليه نعم قوله في هذا الحديث قوله في هذا الحديث المذكور آنفا قال سعدنا رأيت يخبرني كابن آدم المطلق ينصرف إلى الكامل وفيه إشارة لطيفة إلى أنها بيل المقتول مظلوم هو ابن آدم لا قابل القاتل الظالم كما قال تعالى في حق ولد نوح عليه الصلاة والسلام إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح كذا في المرقات وفي بعض النسق كابني آدم وفي بعض النسق كخير ابني آدم أي فلتستسلم حتى تكون قتيلا كهابيل ولا تكون قاتلا كقابيل وتلأ أي قرأ يزيد بن خالد المذكور والحديث سكت عنه المنذري نعم نووي تكلم عليه أين موجود قال نووي نعم قال نووي اختلفوا اختلفوا في القتال في الفتنة فقال الطائفة لا يقاتل في فتن المسلمين وإن دخلوا عليه بيته وطلبوا قتله فلا يجوز له المدافعة عن نفسه لأن الطالب متأول وهذا مذهب أبي بكرة من الصحابة رضي الله عنه لأن الطالب متأول طالب يعني اللي الداخل عليه متأول نعم وقال ابن عمر وعمران بن حسين رضي الله عنهم وغيرهما لا يدخل فيها وقال ابن عمر وعمران بن حسين رضي الله عنهم وغيرهما لا يدخل فيها لكن إن قصد دفع عن نفسه انقصد قصد نعم دفع عن نفسه نعم فهذان المذهبان متفقان على ترك الدخول في جميع فتن الإسلام وقال معظم الصحابة والتابعين وعامة علماء الإسلام يجب نصر المحق في الفتن والقيام معه بمقاتلة الباغين كما قال تعالى فقاتل التي تبغي لآية نعم هذه قصة يعني علي ومعاوية اكتب الصحابة انضموا إلى علي رضي الله لأنه تبين لهم الحق وأنه حق علي لكن الدخول في الفتنة قال اختلفوا عليهم لا يدخل فتنة لكن اندخلوا عليه هل يدافع نفسه ولا يدفع مذهبان فيه ذلك على الخيرية والأفضلية والأفضل أن لا يدافع فإن دافع فله ذلك لكن لا يدخل فتنة ولا يأتي إليهم ولكن إذا جاءوا لي لقاتله هذا هو محل النظر نعم نحصل الله إليك حدثنا عمر بن عثمان قال أخبرنا أبي قال أخبرنا شهاب بن خراش عن القاسم بن غزوان عن إسحاق بن راشد الجزري عن سالم قال حدثني عمر بن وابصة الأسدي عن أبيه وابصة عن ابن مسعود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فذكر بعض حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال قتلها كلهم في النار قال فيه قلت متى ذاك يا ابن مسعود قال تلك أيام الهرج حيث لا يأمن الرجل جليسة قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك الزمان قال تكف رسانك ويدك وتكون حلسا من أحلاس بيتك فلما قتل عثمان طار قلبي مطارة فركبت حتى أتيت دمشق فلقيت خريم ابن فاتك فحدثته فحلف بالله الذي لا إله إلاه لسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدثنيه ابن مسعود فالله قال إسناده ضعيف لجهالة القاسم ابن غزوان وعمر ابن وابصة وسالم المذكور في هذا الإسناد اختلف فيه أهو ابن أبي الجعد أو ابن أبي المهاجر سالم المذكور في الإسناد نعم اختلف فيه أهو ابن أبي الجعد أو ابن أبي المهاجر أو ابن عجلان الأفطس وهؤلاء الثلاثة كلهم ثقات لكن روى الحديث معمر بن راشد الثقة عن إسحاق بن راشد فلم يذكر سالما هذا وذكر الحافظ بن عساكر في تاريخه أن سليمان بن صيب الرقي رواه أيضا عن إسحاق بن راشد فلم يذكر سالما وأسنده بن عساكر من طريقه وعلى كل حال تبقى جهالة عمر بن وابصة هذا وأخرجه المزي في ترجمة القاسم الغزوام تهذيب الكمال من طريق شهاب بن خراش بهذا الإسناد وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ومن طريقه البزار والطبراني في الكبير والخطاب في العزلة والحاكم وابن عساكر في تاريخ نمشق وابن عبي شيبة ونعيد بن حمد في الفتن وأحمد وإبراهيم الحربي في غريب الحديث من طرق عن ابن المبارك كلاهما عبد الرزاق وابن المبارك عن معمر بن راشد وابن عساكر من طريق سليمان بن صيب الرقي كلاهما معمر سليمان عن إسحاق بن راشد عن عمر بن وابصة عن أبيه عن بمسعود به فلم يذكر في الإسناد سالما وأخرجه أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عمر بن وابصة عن أبيه عن بمسعود فلم يسمي الرجل وجزم الدار قطني في العلل بأنه إسحاق بن راشد وتبعه الحافظ بن حجر في تعجيل المنفعة وأخرجه ابن المبارك في مسندي برواية حبان بن موسى عن معمر بن راشد عن سالم عن إسحاق بن راشد عن عمر بن وابصة عن أبيه عن ابن مسعود كذا وقع في المطبوع لندري تم تقديم وتقيير لم ينتبه له المحقق فيكون سالم بين إسحاق وعمر بن وابصة ومهو كذلك في رواية حبان بن موسى فإن يكون كذلك فقد خالفه جماعة وأصحاب ابن المبارك فلم يذكره سالما هذا في الإسناد كما سلف ولم يذكره الدار قطني أيضا في العلل ليس أطال وش الخلاصة في هذا قال إيش الضعيف لجهالة القاسم وعمر بن وابصة بس نعم للألباني مش كغالي شغال الألبان ها والنسخة الثالثة التعليق ها قال إيش من هو ألباني ضعيف الأسناد نسخة الثالثة ما تتكلم عليه ما تتكلم ها قال فذكر بعض حديث أبي بكرة يعني السابق قال قتلهم كلهم في النار قتل من يعني المتقاتلين في الفتنة يعني قال في غطمتها أبي أسعود قالتك أيام الحرج هذا لا أمن رجل جليسة قتل فما يأمرني دركي قالتك في لسانك ويدك وتكون الحسن من حالة بيتك على كل حال قوله كلهم في النار قوله كلهم في النار ذكر هنا ابن رسلان قال القرطبي هذا الحديث محمول على ما إذا كان القتال على الدنيا يعني وعلى حظوظ الأنفس قال وقد جاء هكذا منصوصا فيما سمعناه من بعض مشايخينا هذا كلامه هذا كلامه بن رسلان نقلا عن القرطبي قال قوله كلهم في النار قال القرطبي هذا الحديث محمول على ما إذا كان القتال على الدنيا يعني وعلى حظوظ الأنفس قال وقد جاء هكذا منصوصا فيما سمعناه من بعض مشايخنا إذا اقتتلتم على الدنيا فالقاتل والمقتل في النار خرجه البزار ومما يدل على صحة هذا ما خرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل فقيل فكيف يكون ذلك قال الهرج القاتل والمقتول في النار فبين هذا الحديث أن القاتل إذا كان على جهالة من طلب دنيا أو اتباع هوا فالقاتل والمقتل في النار فأما قتال يكون على تأويل ديني كقتال الصحابة فلا صحيح وهذا هو المقصد لكن الحديث الضعيف قال قلت لهم في النار ولولا صحيح الحديث هو هذا المتوعد فيه إذا كان لأجل الدنيا ولأجل الهوى ولا يدري دخل في شيء لا يدري هذا هو المتوعد أما إذا كان في شيء يتبين له أنه محق مثل الصحابة انضموا إلى علي لأنه خليفة الراشد وعملا بقول تعالى وإن طائفة من المؤمنين اقتدلوا فأصلحوا بينهما فإن بغى تحتهم على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيع إلى أبن الله انضم أكثر الصحابة إلى علي وتبين لهم ومعاويةهم معه ما يعلمون هذا ولا يعلمون أنهم بغاه وطائفة ثالثة من الصحابة ما تبين لهم الأمرين فتزل الفريقين مثل سلمة بالأكوع ومثل أسامة بزيد ومثل ابن عمر حتى سمهم بعض الناس برجاءة الصحابة أو لا يتزل الفريقين على كل حال هذا يعني الحديث هو إلا ما صح فالمراد قتلهم كلهم في النار يعني إذا كان على الدنيا أو دخل في شيء لا يعلمه أما إذا كان شيء في تبين فلا يدخل في هذا قال ودل على ذلك قوله تلك أيام الحرج الحرج اختلاط الأمور وعدم التبين الحق هذا يبين هذا حيث لا من الرجل جلسة لأن هذا له شواهد له شواهد من الحديث الأخرى والحديث ضعيف لكن له شواهد القتلهم في النار إذا كان في الفتنة في أمر لم يتبين وأن هذا في أيام الحرج وكذلك قوله تكف لسانك ويدك وتكف لحسن من حناس بيتك أيضا كذلك له شواهد من الحديث الصحيح الذي سبقت نعم كذلك إذا قتلت قاموا في القاتل ومقتلوا في النار قيل هذا المقتل قال من القاتل قال إنه كان حيصا على قتل صاحبا شوف هنا قال القاضي رحمه الله والمراد بقتلاهم من قتل في تلك الفتنة شوف كيف قال سلام عليك قال القاضي رحمه الله المراد بقتلاها من قتل في تلك الفتنة وإنما هم من أهل النار لأنهم ما قصدوا بتلك المقاتلة والخروج إليها إعلاء دين أو دفع ظالم أو إعانة محق وإنما كان قصدهم التباغي والتشاجر طمعا في المال والملك كذا في المرقات أيام الهرج بفتح فسكون الفتنة وتكون حلسة من أحلاس بيتك أحلاس البيوت ما يبسط تحت حر الثياب فلا تزال ملقاة تحتها وقيل الحلس هو الكساء على ظهر البعير تحت القتب والبردع شبهها به للزومها ودوامها والمعنى الزموا بيوتكم والتزموا سكوتكم كي لا تقعوا في الفتنة التي بها دينكم ويفوتكم فلما قتل قائله وهو وابصا قال المنذري في اسناده القاسم الغزوان هو شب مجهول وفي أيضا شاب خراس وصلت الجرشي قال مورك ثقة وقال لإمام أحمد وابو حاتم الرزي لا بعس به فالمحبان كان رجلا صالح وكان ممن يخطئ كثيرا حتى خرجنا حد الاحتجاج يعني أكل حال الحديث يعني طعيف لكن المعاني كما سبق لها شواهد قط لهم في النار وإيا بالهرج وكونوا لزوم وكونوا كفوا لسانك ويدك وكل هذا له شواهد سمع سمع السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم قال حدثنا مسدد قال أخبرنا عبد الغالث بن سعيد عن محمد بن جحادة عن عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل عن أبي موسى الأشعلي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا القاعد فيها خير من القائم والماشي فيها خير من الساعي فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا سيوفكم بالحجارة فإن دخل يعني فإن دخل يعني على أحد منكم فليكن كخير ابني آدم نعم شكرا على التخريج صحيح لغيره وهذا يسناد الحسن من أجل عبد الرحمن بن ثروان وقد روي هذا الحديث من طريق آخر سيأتي عند المصنف وله شواهج نذكرها في هذا التعليق أخرجه من ماجا من طريق عبد الوالد بن سعيد وهو في مسندي أحمد صحيح بن حبان وأخرجه مختصرا بن نوبي شيبة من طريق الحسن البصري عن نبي موسى رفعه تكون في آخر الزمان فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمن ومسي كافرا ويمسي مؤمن ويصبح كافرا وحسن لم يسمع أبا موسى وسيأتي من طريق آخر ويشهد الأول حديث برير عند مسلم والترمذي بالأخ بادر بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمن ويمسي كافرا أو يمسي مؤمن ويصبح كافرا نبي عدينه بعرض من الدنيا وهو في موسى دي أحمد على كل حال الحديث يعني له شواهد لو من بلد الساحة في تن كقطع الليل المظلم هذا صحيح له شواهد في الصحيح وفي الصحيح الآن والقاعد فيها خير من القائم والماشي خير من الماشي هذا يعني البعد عنها المراد البعد من بعد عنها فهو خير ممن قرب منها قالوا كسروا قسيكم وقطعوا ثقركم يعني البعد عن السلاح لأن لا تحملوا السلاح في الفتنة فإن دخل على أحد منكم خير ابن آدم يستسلم هذا هو الأفضل وإن دافع عن نفس فله ندافع عن نفسه كما سبق إن دخل عليه وما شرك فتنة فإذا استسلم فهو أفضل خير ابن آدم وإن دافع عن نفس فله ذلك طيب شوفك أقول الشارحة الآن قالوا فتنا يعني عظاما ومحنا جساما كقطع من الليل المظلم كقطع من الليل المظلم في شدتها وظلمتها وعدم تعملوا قال الطيبي قال الطيبي رحمه الله يريد بذلك التباسها وفضاعتها وشيوعها وشيوعها واستمرارها فيها أي في تلك الفتن ويصبح كافرا الظاهر أن المراد بالإصباح والإنساء تقلب الناس فيها وقت دون وقت لا بخصوص الزمانين فكأنه كناية عن تردد أحوالهم وتذذ أقوالهم وتنوع أفعالهم من عهد ونقض أمانة وخيانة ومعروف ومنكر وسنة وبدعة وإيمان وكفر بسم الله السلام والعافية قوله القاعد فيها خير من القائم والماشي فيها خير من الساعي قال أي كلما بعد الشخص عنها وعن أهلها خير له من قربها واختلاط أهلها لما سيؤول أمرها إلى محاربة أهلها فإذا رأيتم الأمر كذلك قوله فكسروا قسيكم بكسرتين وتشديد التحتية قال القاري بعده فيه زيادة قال القاري فيه زيادة من المبالغة إذ لا منفع لوجود الأوتار مع كسر القسي أو المراد به أنه لا ينتفع بها الغير واضربوا سيوفكم بالحجارة أي حتى تنكسر أو حتى تذهب حدتها وعلى هذا القياس الأرماح وسائر السلاح فإن دخل بصيغة المجهول ونائب الفائل قوله على أحد منكم من بيانية فليكن أي ذلك الأحد كخير ابني آدم أي فليستسلم حتى يكون قتيلا كهبيل ولا يكون قاتلا كقبيل نعم هناك الله له ندافع كما سبق جمع الأحد قال المنذري وأخرجه في التنميذ والمواجه وقال التنميذ حسن الغريب بعضهم ترون هذا متكلم فيه نعم بقى بعد الحديث اللي بعدنا قال أحدثنا أبو الوليد الطيالسي قال أخبرنا أبو عوانة عن رقباء ابن مصقلة عن عون بن أبي جحيفة عن عبد الرحمن يعني ابن سمرة قال كنت آخذا بيد ابن عمر رضي الله عنهما في طريق من طرق المدينة إذ أتى على رأس منصوب فقال شقي قاتل هذا فلما مضى قال وما أرى هذا إلا قد شقي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مشى إلى رجل من أمتي ليقتله فليقل هكذا يعني فليمد عنقه فالقاتل في النار والمقتل في الجنة يعني فليمد عنق كذا نعم عندي يعني فليمد عنقه ساعة عنق السلام طيب قال فالقاتل في النار والمقتل في الجنة قال أبو داود رواه الثوري عن عون عن عبد الرحمن بن سمير أو السميرة وراه ليث بن أبي سليم عن عون عن عبد الرحمن بن سميرة قال أبو داود قال لي الحسن بن علي حدثنا أبو الوليد يعني بهذا الحديث عن أبي عوانة وقال هو في كتابي ابن سبرة وقال سمرة وقال سميرة هذا كلام أبي الوليد شكرا سخريجا الله قال إسناده ضعيف لجهالة عبد الرحمن الراوي عن بن عمر وقد اختلف في اسم أبيه فقيل سمرة وقيل سميرة وقيل سميرة إلى غير ذلك ما بينه المصنف بإثل الحديث أبو عوانة هو الوضح بن عبد الله ليشكري وبالوليد طيارس هو هشام أمن عبد الملك وأخرجه بن أبي شيب وأحمد وأبو يعد والطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحلية وابن عساكر في تاريخ دمشق المزي في تهذيب الكمال من طرق عن عون بن أبي جحيفة به انتهى أبو داود أشار قال روه أبو داود الثوري عن عون عبد الرحمن السميرة أو السميرة ورواه ليث من أبو سميرة عن عون عبد الرحمن السميرة قال أبو داود قال الحسن لا يحدث أبو الويد يعني أبو عوانة قال هو في كتاب يعني والحديث الآن عند الشيخ ضعفه 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 أبو عمر أتى على رأس المصولي قال شقي قاتلوا هذا فلما قال وما رأى هذا إلا قد شقي سمسل أبو مشاي الرجل المرمتي ليقتل فليقول هكذا مدعوه فقاتلوا في النار ولمقتلوا في الجنة يعني هذا مجمل يقول هذا مجمل تبين الحديث أن القاتل في النار ولمقتلوا في الفتنة في الفتنة في الفتنة وهذا الحديث يعني مجمل ولا فيه توضيح أنه مرة علىها قال شقي من قتل هذا من قتل ما يدرأ قتل على أي شيء قتل هل وفلتناه في غيرها وعلى كل حال لحد الأخرى بينت هذا الإجوال في هذا تغني عن الحديث الأخرى قال أبو داود يقول قال المصنف من الكلام بين اختلاف اسمي والدي عبد الرحمن رغو ثولي عن عون عبد الرحمن بن سمير قال منذري وحكى أبو داود اختلاف الرواة في اسم والد عبد الرحمن بن سمير أو سمير أو سمير أو سبرة وذكر البخاري في تاريخه الكبير عبد الرحمن هذا وذكر خلاف اسمه قال أحديث الكوفيين وذكر هذا الحديث مقتصرا منه على السند قال الدراقط يتفرد أبو عوانة الرقب عن عون بن عبي جحيفة عن عبد الرحمن بن سمير أنت كلام المنذري نعم حيث لبعده قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي عمران الجون عن المشعث بن طريف عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر قلت لبيك رسول الله قلت لبيك رسول الله وسعديك فذكر الحديث قال فيه كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف يعني القبر قال قلت الله ورسوله أعلم أو قال ما خار الله لي ورسوله أو قال ما خار الله لي ورسوله قال عليك بالصبر أو قال تصبر ثم قال لي يا أبا ذر قلت لبيك وسعديك قال كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت قد غرقت بالدم قلت ما خار الله لي ورسوله قال عليك بمن أنت منه قال قلت يا رسول الله أفل أخذ سيفي وأضعه على عاتقي فأضعه قال أفل أخذ سيفي وأضعه على عاتقي قال شاركت القوم إذن قال قلت فما تأمرني قال تلزم بيتك قال قلت فإن دخل علي بيتي قال فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألقي ثوبك على وجهك يبوء بإثمك وإثمه قال أبو داود لم يذكر المشاعث في هذا الحديث غير حماد بن زيد قال حديث صحيح وهذا إسناد تفرد فيه حماد بن زيد بزيادة المشاعث بن طريف بين أبي عمران الجوني وعبين عبد الله بن الصامت كما شار إليه المصنف بإثل الحديث حديث صحيح وهذا إسناد تفرد فيه حماد بن زيد بزيادة المشاعث بن طريف بين أبي عمران الجوني وبين عبد الله بن الصامت في السنة فقط نعم كما أشار إليه المصنف بإثل الحديث وقال فأصحاب أبي عمران فلم يذكر المشاعث هذا والمشاعث مجهود أبو عمران الجوني أو هو عبد الملك بن حبيب الأزدي نعم مصنف قال أبو دول أبو 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 موت يقول يعني بسبب القحط أو وباء من عفونة هواء أو غيره يكون مثل في الوصيف الخطابي البيت هناك القبر بسبب الوباء والوصيف الخادم يريد أن الناس يشتغلون أن دفن موتاهم حتى لا يجد فيهم من يحفر قبر ميت ودفنه إلا أن يعطي وصيفا خادم يعني أو قيمته قد يكون معناها أن يكون مواضع القبور تضيق عليهم فيبتاعون لموتاهم القبور كل قابل من وصيف وقد تعقب التورة بشت على هذا المعنى الثاني حتى قال فيه نظر لأن الموت وإن استبر بالأحياء فشى بهم كل الفشو لم ينتهي بهم إلى ذلك فقد وسأ الله عليهم الأمكنة نعم مكمل وأجيب قال وأجيب بأن المراد بموضع القبور الجبانة المعهودة وقد جرت العادة بأنهم لا يتجاوزون عنها كذا في المرقاة قلت وقد وقع في رواة المصابيح والمشكاء المذكورة آنفة كيف بك يا أبا ذر إذا كان بالمدينة موت يبلغ البيت العبد حتى إنه يباع القبر بالعبد فهذه الرواية تؤيد المعنى الثاني وهذا المعنى هو المتعين لأن الحديث يفسر بعضه بعضا والله أعلم ما هي المتعين أنه يباع يباع القبر نعم وقيل معناه أن البيوت تصير رخيصة لكثرة الموت وقلة من يسكنها فيباع بيت بعبد مع أن قيمة البيت تكون أكثر من قيمة العبد على الغالب المتعارف وقيل معناه أنه لا يبقى في كل بيت كان فيه كثير من الناس إلا عبد يقوم بمصالح ضعفة أهل ذلك البيت وأنت تعلم أن هذين المعنيين يحتمل هما لفظ المؤلف أبي داود وأما لفظ المصابيح والمشكاء المذكور فكلا فكما لا يغفى على المتأمل قوله يعني القبر تفسير للبيت من بعض الرواة الله ورسوله أعلم أي بحال وحال غير في تلك الحال وسائل الأحوال أو قال للشك ما خار الله أن يختار تصبر قال القار بتشديد الموحدة المفتوحة قوله أحجار الزيت قيل هي محلة بالمدينة وقيل موضع بها قال التربشت هي من الحرة التي كانت بها الواقعة زمن يزيد والأمير على تلك الجيوش العاتية مسلم ابن عقبة المري المستبيح بحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان نزوله بعسكره في الحرة الغربية من المدينة فاستباح حرمتها وقتل رجالها وعاث فيها ثلاثة أيام وقيل خمسة فلا جرم أنه إنماع كما ينماع الملح في الماء ولم يلبث أن أدركه الموت هو بين الحرمين وخسر هناك المبطلون كذا في المرقاء غرقت بالدم بالغين المعجمة وفي بعض النسخ عرقت بالعين المهملة أي لزمت والعروق اللزوم عليك بمن أنت منه أي يلزم أهلك وعشيرتك الذين أنت منه وقيل المراد بمن أنت منه الإمام أي يلزم إمامك ومن بايعته شاركت القوم أي في الإثم قال القاري والصواب أن الدفع جائز إذا كان الخصم مسلما إن لم يترتب عليه فساد بخلاف ما إذا كان العدو كافرا فإنه يجب الدفع مهما أمكن قال القاري قال القاري والصواب أن الدفع جائز إذا كان الخصم مسلما خصم الدفع أن الدفع جائز دفع النفس يعني نعم نعم إذا كان الخصم مسلما إلا من يترتب عليه فساد بخلاف ما إذا كان العدو كافرا فإنه يجب الدفع مهما أمكن يعني إذا كان الخصم مسلم له بخلاف لأنه يدافع بشرط أن لا يترتب عليه فساد نعم قال أن يبهرك بفتح الها أي يغلبك شعاع السيف بفتح أوله أي بريقه ولما آنه وكنا عن إعمال السيف فألقي ثوبك على وجهك أي لألا ترى ولا تفزع ولا تفزع على كل حال الحديث يعني فيه أنه في إن حصل لناس موت في أيام الفتن أن عليه السلام بالصبر يقول عليك بالصبر تصبر وقال قال أفل أخذ سيفي فأضعه قال شركت القوم يعني لا تدخل في الفتنة قال أفل ما تأمرون قال تلزم بيتك كما سبق في الأحاديث يلزم بيته في وقت فتن حتى ولو دخل علي بيته يعني يكونك خير بالعدم ولكن سبق له ندفع هنا قال القاري قال إذا كان الدفع إذا كان القاتل المسلم فله أن يدافع وله أن لا يدافع إذا كافر يجب عليه اللغة ولا يستسلم كافر أن يقتله من أين أخذ هذا التفصيل حصب المسلم يعني وإذا كان العدو كافر يجب الدفع يجب الدفع النفس إذا أن السلام يعلو نعم ويجب الدفع النفس والمسلم مخير للأحاديث التي فيها التخير فلا تشمل الكافر لأن قد قال إن الكافر قد يهدي الله للإسلام لو تركه نعم نعم قال حدثنا محمد بن يحيى ابن فارس قال أخبرنا عفان بن مسلم قال أخبرنا عبد الواحد ابن زياد قال أخبرنا عاصم الأحول عن أبي كبشة قال سمعت أبا موسى رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي قالوا فما تأمرنا قال كونوا أحلاس بيوتكم يعني إلزموها طيب تخرجه الله عنك قال صحيح لغيره وهذا يسناد ضعيف لجهالة أبي كبشة وهو السدوسي قد قال الذهبي في الميزان لا يعرف وقد اختلف في رفع هذا الحديث وأقفه رفعه عبد الواحد بن زياد وقفه بمعاوية وعلي بن مسهر وجري بن عبد الحميد وذكر الدار قطن إن القاسم بن معرواه مرفوعا كذلك كرواية عبد الواحد بن زياد ذكر ذلك في العلل ثم قال فإن كان عبد الواحد بن زياد الحافظة مرفوعا فالحديث له لأنه ثقة قلنا وقد سلف من طريق الهزيل من شرحبيل عن أبي موسى مرفوعا وإسناده حسن يعني المثل الصحيح هو السند سند ضعيف له شواهد إن بين هذه الفتنة كي قطع المظلم الصفر رجل فيها مؤمن ومسلم كافر سبق له شواهد القاعد فيها خير من القائم وقائم الخير من الماشي والمشي سبق كونوا أخلاس بيوتكم يعني إلزموا البيوت ولا تدخلوا في الفتنة هذا لا تعليل الحديث عدد من الحديث السابقة وأن الإنسان عليه أن في فتن الحروب أنه لا يدخل في الحروب التي لا يتبين فيها وجه الحق وأنه وإذا جاء أحده يقتل في كونه يستسلم هذا هو الأفضل وإن دفعنا سله ذلك إلا إذا كان المعتد كافر يجب عليه قتله ولا يستسلم قوله إن بين عديكم يعني قدامكم من بين عدي قطع الليل مظلم حيث أنها شاعة ولا يعرف سببها ولا طيق الخلاص بها قال في النهاية قال في النهاية قطع الليل طائفة منه وقطعة وجمع القطعة قطع أراد فتنة مظلما سوداء تعظيما لشأنها انتهى قوله يصبح الرجل فيها مؤمنا إلى آخره يجوز أن يكون معناه مؤمنا لتحريمه دم أخيه وعرضه وماله كافرا لتحليله والله أعلم وقوله الماشي فيها خير من الساعي الساعي دويد واشتاب كردا هذا كلمات كلمات نعم والمقصود عجم الغوثة قومة نعم قال والمقصود من الحديث أن التباعد عنها خير في أي مرتبة كانت فالقاعد أبعد ثم الواقف في مكانه ثم الماشي من الساعي وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قوله كونوا أحلاس بيوتكم جموا حلس وهو الكساء الذي يلي ظهر البئير تحت القتب أي يلزموا بيوتكم ومنه حديث أبي بكر رضي الله عنه كن حلس بيتك قال المنذري قال الحافظ أبو أحمد الكرابيسي فيمن نعرف بكنيته ولا نقف على اسمه أبو كبشة سمع أبا موسى روى عنه عاصم كناه لنا أبو الحسن العالمي قال حدثنا محمد يعني ابن إسماعيل وقال الحافظ أبو القاسم في الأشراف أبو كبشة أظنه البراء ابن قيس السكوني عن أبي موسى وذكر هذا الحديث وذكر الأمير أبو نصر بن ماكولة أبا كبشة البراء ابن قيس وذكر بعده أبا كبشة السكوني عن عبد الله بن عمر بن العاص ثم قال وأبو كبشة عن أبي موسى الأشعري روى عنه عاصم الأحوال وذكره الضار قطني أخشى أن يكون الذي قبله وقال البراء ابن مالك من قال غير ذلك فقد صحف يشير بذلك إلى الرد على من قال في البراء ابن مالك أنه أبو كبشة بالياء آخر الحروف والسين المهملة انتهى كلمة منذري على كل حال الحادث واضح في أن في أن الفتن في آخر الزمان كثيرة كقتال المظلم وأنسان الأحضر منها ولا يدخل في فتن القتال يعتزلها ويلزم بيته ولي قال كونوا كأحلاس بيوتكم نعم بحديث البعد قال حدثنا إبراهيم بن حسن المصيصي قال أخبرنا حجاج يعني بن محمد قال أخبرنا الليث بن سعد قال حدثني معاوية بن صالح أن عبد الرحمن بن جبير حدثه عن أبيه عن المقداد بن الأسود قال أيم الله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها الله أكبر وإقرأ كلام الشالح إن السعيد لمن قال إن السعيد لمن بالله من مفتوحة للتأكيد في خبر إن جنب بضم الجيم وتشديد النون المكسورة أي بعد والتكرار للمبالغة في التأكيد ويمكن أن يكون التكرار باعتبار أول الفتن وآخرها ولمن ابتلي وصبر صبر غربا التأكيد للتأكيد هذا الأقرب يكون التكرار للتأكيد أول فتنة وآخرها كلها نعم قال ولمن ابتلى وصبر بفتح اللام عطف على لمن جنب فواها معنه التلهف والتحصر أي واها لمن باشر الفتنة وسعى فيها وقيل معنه الإعجاب والاستطاب ولمن بكسر اللام أي ما أحسن وما أطيب صبر من صبر عليها ولا يخفى أنه لو حمل على معنى التعجب لصح بالفتح أيضا كذا في اللمعات قال في النهاية قيل معنى هذه الكلمة أتلهف وقد توضع موضع الإعجاب بالشيء يقال واها له وقد تلد بمعنى التوجع وقيل التوجع يقال فيها آها ومنه حديث أبي الدرداء ما أنكرتم من زمانكم فيما غيرتم من أعمالكم إن يكن خيرا فواها واها وإن يكن شرا فآها آها والألف فيها غير مهموزة انتهى وقال في القاموس واها ويترك تنوينه كلمة تعجب من طيب شيء وكلمة تلهف والحديث سكت عنه المرذل أنا في بيانة السعيد من جنب فتا لا شك أنه جنب ومن ثنب فصبر فواها يعني كان يعني حس نعم زاد هنا ابن رسلان قال فواها ألفاء جواب الشرط واها بالتنوين اسم فعل أي فطوب فطوب له بما حصل له من الأجر نعم هذا صحي من شرطية ابتلي هذا فعل الشرط فواها جواب الشرط لا شك ابتلي فصبر هذا دليل على فضله وخيريته قال فنبتلي فصبر عيش دليل عيش قال فواها قوله أي فطوب له بما حصل له من الأجر نعم صحيح فصبر الصبر أمره عظيم لا لا شك لنا من جنب هذا خير الله ومن ابتلي صبر فهو على خير العظيم هذا مثل الحديث لا تتمنوا لقاء العدو واسأل الله العافية فإذا لقت المن فاصبر فإن الجنة تعتضل للسيوف نعم قال باب في كف اللسان قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني ابن وهب قال حدثني الليث عن يحيى بن سعيد قال قال خالد بن أبي عمران عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتنة صماء بكماء عمياء من أشرف لها استشرفت له وإشراف اللسان فيها كوقوع السيف أحوب وإشكال الحديث قال المنذري في إسناد عبد الرحمن بن البيلماني والإحسج بحديثه أشكال علي أنت قال إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن البيلماني وقد اختلف في إسناد هذا الحديث ومثنف تارة يروى بهذا الإسناد وتارة يروى عن الليث وهو بن سعد عن يحي بن سعيد وهو لانصاري عن خالد بن أبي عمران ابن البلمان عن عبد الرحمن وقيل عبد الله ابن فروق عن أبي هريرة وعبد الرحمن ابن فروق هذا شامي ذكره البخاري في تاريخ الكبير وذكره أيضا ابن عزة هاكل في تاريخ دمشق لكن سماه عبد الله بن فروق ونقلته ثقه عن العجري وذكر جماعة الروى عنه قلنا وهذا الاختلاف في تسمية عبد الرحمن إنما هو من ابن البلمان الضعيف مرة قال ابن هرمز وهذا الأعرج الثقى المشهور مرة قال ابن فروخ وهذا رجل شامي آخر كما ذكرنا قد روا هذا الحديث أيضا على نحونا آخر في إسنادي مع الاختلاف في متنه فقد أخرجه ابن قانع في معجم الصحاب عن عبد الله بن أبي داود السجستاني عن عبد الملك بن شعي بن الليث عبد النواهب عن الليث عن يحي بن سعيد الأنصاري عن القالب بن أبي عمران عن حكم بن سعود النجراني عن أنيس بن أبي مرثد الأنصاري أن الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتنة بكماء صماء عمياء المتاجع فيها خير من القاعد القاعد خير من القاعد خير من القاعد خير من الماشي والماشي خير من الساعي فجعله من حديث الحكم ابن مسعود عن أنيس بن أبي مرثد الأنصاري والحكم هذا مجهول والمتن مختلف كما ترى ولكنه أشبه بالصواب لوروده من طريق أخرى صحيحة بهذا اللفظ عن نبي ريرا كما سيأتي بيانه قد ذكر الحافظ بن حجر في الإصابة في ترجمة أنيس بن أبي مرثد الغنوي في معجمه ومبقي بن مخلد في مسنده وابعلي بن السكن قد ذكر الحافظ في الإصابة بهذا اللفظ؟ نعم سيكوبيتينة العمياء بكما صمى؟ لا خير نعم لا خير الذي قال فيه فيه الحكم مجهول والمتن مختلف ولكنه أشبه بالصواب لوروده من طريق أخرى صحيحة بهذا اللفظ عن نبي هريرة صمى بكما عمياء؟ نعم وقد ذكر الحافظ في الإصابة ترجمة أنيس بن أبي مرثد الغنوي في معجمه وبقي بن مخلد في مسنده وبعلي بن السكن قد رووه على هذا الوجه طيب 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 بين الحق والباطل ولا يسمعون النصيحة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بل من تكلم فيها بحق أوذية ووقع في الفتن والمحن قوله من أشرف لها أي من اطلع عليها وقرب منها قوله استشرفت لها أي اطلعت أي اطلعت تلك الفتن عليه وجذبته إليها وإشراف اللسان أي اطلاقه وإطالته كوقوع السيف أي في التأثير قال المنذري في إسنادي عبد الرحمن نسأل الله السلام والعافية يعني هذا فتن فيها لا يسمع الحق ولا ينطق بالحق ولا يرى الحق نسأل الله السلام والعافية وإشراف اللسان يعني يما غير ثاني ابتعد عنها ولا يتكلم بلسانه بشيء نعم قال ابن رسلان هنا أراد أنها لا تسمع ولا تنطق ولا تبصر فهي للذهاب حواسها لا تدرك شيئا فهي لذهاب حواسها لا تدرك شيئا ولا تقلع ولا ترتفع وقيل شبهها لاختلاطها وقيل البريء فيها والسقيم بالأصم الأخرص الأعمى الذي لا يهتدي إلى شيء فهو يخبط خط عشواء وقيل هي كالحية الصماء التي لا تقبل لسعتها الرقي ولا يستطيع أحد أن يأمر فيها بمعروف أو ينهى عن منكر بل إن تكلم بحق بل إن أذىه الناس صلى الله عليه وسلم حسنا صلى الله عليه وسلم وعافية يعني فتن لا لا يسمع فيها الحق ولا يراها الحق فألا يتكلم فيها بالحق أعوض بالله فتن صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد بن زيد حدثنا ليث عن طاووس عن رجل يقول له زياد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتنة تستنظف العرب قتلاها في النار اللسان فيها أشد من وقع السيف قال أبو داود رواه الثوري عن ليث عن طاووس عن الأعجم بعد حدثنا حسن الله لك قال حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع حدثنا عبد الله بن عبد القدوس قال زياد سيمين كوش كلمة فارسية معناها أبيض الأذن كلمة فارسية قال كلمة فارسية معناها أبيض الأذن وسيمين الفضة وكوش أبيض قال زياد قال قال عبد القدس وكان رجل قال كوش لفض فارسي معناها أبيض الأذن قال إسناده ضعيف لضعف ليث هذا الأول شيخ قال إسناده ضعيف لضعف أي أول حدثنا محمد بن عبد قال إسناده ضعيف لضعف ليث وهو ابن أبي سليم وجهالة زياد وهو ابن سيمين كوش وقيل في اسم أبيه غير ذلك كما بينه في مسند أحمد وأخرجه ابن ماجة والترمذي من طريق حمد بن سلمة عن ليث بهذا الإسناد وقال الترمذي حديث غريب وهو في مسند أحمد وانظر تمام الكلام عليه هناك يعني لا يصح والثاني قال حدثنا محمد هذه ضعفة العرباني من ناستهم تستنظف العرب قال قتلاها في النار لسنو فيها حد من وقع السيف وشف قولها قولت تستنظف العرب أحسن الله عليك أي تستوعبهم أحسن الله عليك قال أي تستوعبهم هلاكا من استنظفة الشيء أخذته كله كذا في النهاية قتلاها جمع قتيل بمعنى مقتول مبتدأ وخبره في النار لقتالهم على الدنيا واتباعهم الشيطان والهوى أي سيكونون في النار أو هم حينئذ في النار لأنهم يباشرون ما يوجب دخولهم فيها كقوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جعيم وقد تقدم شرح هذه الجملة اللسان إلى آخر أي وقعه وطعنه على تقدير مضاف قال الطيبي رحمه الله القول والتكلم فيها إطلاق للمحل وإرادة الحال قال قرتبي في التذكرة بالكذب عند أئمة الجور ونقل الأخبار إليهم فربما ينشأ من ذلك الغضب والقتل والجلاء والمفاسد العظيمة أكثر مما ينشأ من وقوع الفتنة نفسها وقال السيد رحمه الله في حاشية عن مشكاه أي الطعن في إحدى الطائفتين ومتح الأخرى مما يثير الفتنة فالكف واجب انتهى قال القارئ نقرأ عن المظهر نعم مظهر يحتمل هذا احتمالين أحدهما أن من ذكر أهل تلك الحرب بسوء يكون كمن حاربهم لأنهم مسلمون وغيبت المسلمين إثم ولعل المرد بهذه الفتنة الحرب التي وقعت بين أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وبين معاويه رضي الله عنه ولشك أن من ذكر أحدا من هذين الصدرين وأصحابهما يكون مبتدعا لأن أكثرهم كانوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والثاني أن المراد به أن من مد لسانه فيه بشتم أو غيبة يقصده بالضرب والقتل ويفعلون به ما يفعلون ممن حاربهم قال القارئ في الاحتمال الأول أنه ورد اذكر الفاجر بما فيه يحذره الناس ولا غيبة لفاسق ونحو ذلك فليصح هذا على إطلاقه ولذا استدرك كلامه بقوله ولعل المراد بهذه إلى آخره قال وحاصل الاحتمال الثاني أن نطعن في إحدى الطائفتين ومتح الأخرى حينئذ مما يثير الفتنة فالواجب كف اللسان وهذا المعنى في غاية من الظهور انتهى صحة الحديث غير صحيح الحديث صحيح والثاني يقول لحدثنا محمد العيسى بن الطبعة قال أخونا عبد الله بن عبد القدوس ما تتكلم عليه أحسن الله لك قال أبو ذري الثاني طيب تكلم عليه الشعر قال زياد قال زياد أحسن الله لك قال زياد أي سيمين كوش أي قال عبد القدوس في روايته زياد سيمين كوش مكان الرجل أن يقال له زياد تكلم عن تخرج الحديث قال منذري وحكى أبو داود وحكى أبو داود عن بعضهم أنه الأعجم يعني زيادة وحكى أيضا زياد ابن سيمين كوش وأخره التنمذي والنسائي وقال التنمذي حديث غريب سمعت محمد بن إسماعيل يقول لا نعرف لزياد ابن سيمين كوش غير هذا الحديث ورواه حماد بن سلم عن ليث فرفعه ورواه حماد بن زيد عن ليث فوقفه هذا آخر كلامه وذكر بخاري في تاريخي أن حماد بن سلم رواه عن ليث ورفعه ورواه حماد بن زيد وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وقوله وهذا أصح من الأول وهكذا قال فيه زياد ابن سيمين كوش وقال غيره زياد سيمين كوش والمستشهد به البخاري وكان من العباد ولكنه اختلط في آخر عمره حتى كان ليدر ما يحدث به وتكلم فيه غير واحد وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث سعيد بن مسيب وأبي سلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فستكون فتن القاعد فيها خير من القائم وفيه من تشرف لها تستشرف قيل هو من الأشراف يقال تشرفت الشيء واستشرفته أي علوته يريد من انتصب لها انتصبت له وصرعت وقال الهروي نسأل الله العافية نعم نسأل الله وقال الهروي أشرفته أي علوته واستشرفت على الشيء اطلعت عليه من فوق وقيل من المخاطرة والتغرير والإشفاء على الهلاك أي من خاطر بنفسه فيها أهلكت يقال أشرف المريض إذا أشفي على الموت انتهى كلمة منذرية نعم والبلدان وصار فيها لسا فيها جمعة ولا جماعة والأحدى من رعفة ولا نعين كر وخفى لساعة نفسه من الفتنة يذهب البادية مثل ما جاء في الحليل الصحيح خير ما يوشق أن يكون خير ما للمسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القط يفر بلينه من فتن هذا لا يكون لفي آخر الزمان في آخر الزمان عندها تنزع الخير من البدن والقراء ليس فيها صلاة جماعة ولا جمعة ولا أمر ولا نهي وخفى لساعة نفسه أما إذا كان المد فيها خير وجمعة وجماعة ومن يسمع الحق ومن يتكلم بالحق فلا فالتخرج إلى البادية هذا جانه من الكبائر يعني يبعد عن الخير وعن سماع الذكر نعم طال التبدي تفعل من البداوة أي الخروج البادية نعم يقرأ المثل نعم حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن صعصع عن أبيه عن أبي سعيد الخدير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مياه مسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن عبد الله عن الحديد نسوف البخاري شكرا عليك قال اسنده صحيح وهو في الموطة وأخراجه البخاري وابن ماجة والنسائي في المجتبة من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع به وانقلب اسم عبد الرحمن عند ابن ماجة إلى عبد الله بن عبد الرحمن وهو خطأ وانقلب اسم عبد الرحمن عند ابن ماجة إلى عبد الله بن عبد الرحمن وهو خطأ وهو في المسند وهو في مسند أحمد وصحي بن حبان قال الخطابي قال المنذر هنا واخرجه البخاري والنسيئ بن واجه هذا صحيح قال باب الرصة في التبدي كان مش شاله قال قوله يوشك أن يقرب ويتبع بتجديد التاء بها أي من الغنم أو بسببها شعف الجبال بفتح الشين والعين أي رؤوس الجبال وأعاليها هنا قال التبدي تفاعل من البداوة هي الخرج البادية شعف الجبال نعم أي رؤوس الجبال نعم أي رؤوس الجبال وأعاليها واحدها شعفة ومواقع القطر بفتح فسكون أي مواضع المطر وآثاره من النبات وأوراق الشجر يرد بها المرعى من الصحراء والجبال فهو تعميم بعد تخصيص يفر بدينه أي بسبب حفظه قال الكرماني هذه الجملة حالية وذو الحالي الضمير المستتر في يتبع أو المسلم إذا جوزنا إذا جوزنا الحال من المضاف إليه فقد وجد شرطه ووشدة الملابسة وكأنه جزء منه واتخاذ الخير بالمال واضح ويجوز أن تكون استئنافية وواضح انتهى والحديث دال على فضيلة العزلة لمن خاف على دينه كذا في فتح الباري حديث تقول على فضل لكن هل فيه أمر بالذهب بالبادية قال يوشك أن يكون خير فضيلة فضيلة العزلة من خاف على دينه متى يكون الذهاب إلى البادية واجب التبدي إذا 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 خال في الفتنة إذا خالف على فتنة يلحق بإبله هم له ابنه كما سبق الحي يلحق بإبله هم له غنم يلحق بغنمه هم له كل هذا ولا هذا يلزب لسبعته لكن هنا بس الفضيلة هنا لمن خاف لمن خاف ولم توجد فتح وذلك لمن وجد فتح في وقت الفتنة يذهب يعتزل وفي وقت الخوف يستحب يكون هذا جمع الحديثين وهنا قال أمر فليلحق بإبله فليلحق بأرضه فليلحق بغنمه هذا إذا وقعت الفتنة خافنا وهنا الحديث فيه الخيرية والأفضلية لمن خاف قبل وقوعها لمن خاف نعم باب في النهي عن القتال في الفتنة حدثنا أبو كامل حدثنا حماد بن زيد عن أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال خرجت أنا خرجت وأنا أريد يعني في القتال فلقيني أبو بكرة فقال أرجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عنه عليه وسلم يقول إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قال يا رسول الله هذا القاتل فما باب المقتول قال إنه أراد قتل صاحبه حدثنا أحسن الله قال حدثنا أبو كامل حدثنا حماد بن زيد عن أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس حدثنا محمد المتوكل عسقلاني قال حدثنا محمد المتوكل العسقلاني قال حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب عن الحسن بإسناده ومعنه مختصرا عن الحسن هو البصري قال أبو داود لمحمد يعني ابن المتوكل أحسن الله قال له الحسين ما عندك هذا لا معنى طيب الحديث أدو نصفه الصحيح وشكال الصحيحين قال الصحيح عن أخرج البخاري ومسلم في الفتن نعم قال المنذري هنا خرجه البخاري ومسلم والنسائي عن الحسن هو البصري فالحديث صحيح أبو بكرة قال إيش قال لمن لحب من قيس أين ذهب كان ذهب لنصلي علي مع علي رضي الله عنه نعم يعني يروح يقاتل مع علي قال أبو بكرة أرجع فإني يصرر صلى الله عليه وسلم ويقول لها توجد المسلمين فالقاتل كان أبو بكرة ما تبين له القتال بين الصحابة أبو بكرة من الذي اعتزل الفريقين وظن أن القتال بين عليهم وعاوية أنه لها الحج داخل فيه نتوجه والصحابة أكثر الصحابة جمهور الصحابة عملوا بالآية فهموا أن العلي هو المصيب عمل بقوله تعالى وإن طائفتني من المؤمنين أقتلوا فأصحوا بينهما فإن بغت التهم على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تتفعي إلى أمر الله أبو بكرة ما تبين له فأخذ بالحديث إذا توجه المسلمين يوسيقين قال لح ارجع لا تشارك مع علي فإن هذا فالنبي قال إذا تبغيها المسلمين يوسيقين فالقاتلوا المقتلوا في النار قال الرسول هذا القاتل قال إنه أراد قتل صاحب وعلى هذا يكون القتال بين الشخصين القتال لا يجوز القاتلوا المقتلوا في النار لكن إن تبين إذا ترك القتال إذا ترك القتال فإن تركه خوفا من الله فكتب له حسنة قال أكتب له فإن تركها من جرائي وإن ترك إعراضا عنه فلا له ولا عليه وإن ترك قتله لعجزه فهو في النار إذا تقاتل المسلمين المقتل القاتل القاتل منها كالمقتول القاتل باشرة السباب لأنه كان حسن قتال صاحب فهذا باشرة إذا ترك ترك المعصية تركها عجزا عنها عجزا عنه قتل صاحبه فهو كتبت العليه السيئة وإن تركها من أجل الله خوفا من الله كتبت له حسنة وإن تركها إعراضا عنها لا لهذا ولهذا ليس لا له ولا عليه فيكون نسان إذا أراد فعل المعصية أو أراد ثم تركها ما الحكم لو تتحوى إن تركها من الله كتبها الحسنة كتبها الحسنة فإن تركها من جرائي في الحديث القدسي وإن تركها عجز مباشرة أسبابها فهو في نرك ما في هذا الحديث وإن تركها إعراضا عنها لا لهذا ولهذا فلسأله ولعبه طيب هنا أبو بكرة رضي الله عنه ما تبين له الصواب أنه مع علي رضي الله عنه فلهذا قال لأحرف ارجع لا تشارك نعم اقرأ بابنا عن قتال يعني اقرأ أحسن الله عليك يعني في القتال أي في الحرب التي وقعت بين علي رضي الله عنه وأن معه وعائشة رضي الله عنها وأن معها وفي بعض النسخ في قتال الجمل والمراد به الحرب المذكورة سميت به لأن عائشة رضي الله عنها كانت يومئذ على الجمل وفي بعض النسخ في قتال وفي بعض النسخ هذا الرجل لأنصره والمراد منه علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا توجه المسلمين بسيفيهما قال قصطلاني أي ضرب كل واحد منهما وجه الآخر أي ذاته فالقاتل والمقتول في النار أي يستحقانه وقد يعفو الله عنهما أو ذلك محمول على من استحل ذلك هذا القاتل أي يستحق النار فما بال المقتول أي فما ذنبه حتى يدخلها إنه أراد قتل صاحبه وفي رياه البخاري إنه كان حريصا على قتل صاحبه نعم وعلى قتال لم يقع بالوعيد هذا لا شك نعم مرتكب الكبير نعم قال قصطلاني وبه استذل من قال بالمؤاخذة بالعزم وإن لم يقع الفعل وأجاب من لم يقل بذلك أن في هذا فعلا وهو المواجهة بالسلاح ووقوع القتال وليزم من كون القاتل والمقتول في النار أن يكون في مرتبة واحدة فالقاتل يعذب على القتال والقتل والمقتول يعذب على القتال فقط فلم يقع التعذيب على العزم والمجرد انتهى على كل هذا كما سبق التفصيل هذا إذا ترك في المعصية إن ترك أخوهم من الله كتبوا لحسنة وإن ترك عجزاً عنها وباشرة أسبابها كتبت عليه وإن ترك إعراضاً عنها فلا تكتب لا لا هو لا عليه نعم باب في تعظيم قتل المؤمن حدثنا مؤمل ابن الفضل الحراني حدثنا محمد بن شعيب عن خالد بن ذقان قال كنا في غزوة القسطنطينية بذلقية فأقبل رجل من أهل فلسطين من أشرافهم وخيارهم يعرفون ذلك له يقال له هاني بن كلثوم بن شريك الكناني فسلم على عبد الله بن أبي زكريا وكان يعرف له حقه قال لنا خالد فحدثنا عبد الله بن أبي زكريا قال سمعت أم الدرداء رضي الله عنها تقول سمعت أب الدرداء رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا فقال هاني بن كلثوم سمعت محمود بن الربيع يحدث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم يقبل من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا من قتل مؤمنا فاعتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا قال لنا خالد ثم حدثني ابن أبي زكريا عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما فإذا أصاب دما حراما بلح وحدث هاني بن كلسوم عن محون بن الربيع عن عبا بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله سواء قال حدثنا عبد الرحمية بن عمر عن محمد بن مبارك حدثنا صدقة ابن خالد أو غيره قال خالد بن دهقان سألت يحيى بن يحيى الغساني عن قوله اعتبط بقتله قال الذين يقاتلون في الفتنة فيقتل أحدهم فيرى أنه على هدى لا يستغفر الله يعني من ذلك قال أبو داود فاعتبط يصب دمه صبا يرى أنه على هدى هذا من الفتنة يرى أنه على هدى ولا يستغفر وهو قاتل نعم مشكلة عليه قال حديث مقطوع قال إسناداه صحيحان محمد بن شعيب هو ابن شابور وأخرج الحديث الأول أبو عبيد القاسم بن سلام في الناسق والمنسوخ وابن أبي عاصم في الديات والبزار وابن حبان والطبراني في الأوسط وفي الشاميين وأبو بكر الإسماعيلي في معجم شيوخه والحاكم وابن مردويا في تفسيره وأخرج الثاني أبو عبيد القاسم وابن أبي عاصم في الديات والطبراني في الشاميين وأبو عمر الداني في السنن الوالدة في الفتن والبيهقي وابن عساكر والضياء المقدسي في المختارة وأخرج الحديث الثالث ابن أبي عاصم في الديات الثاني أبو السالث السالث رواية الحديث الأول رواية الحديث الأول وبعدين قال الثالث وحدث هانئ بكل ثوم والثالث قال واخرج الحديث الثالث قال طيب نعم كلها صحيح نعم نعم قال واخرجه أيضا البخاري في تاريخه الكبير وابن أبي عاصم في الديات والطبراني وابن عيم من طريق خالد ابن ذهقان عن هانئ ابن كلثوم عن محمود ابن الربيع عن عبادة ابن الصامت واقع الخطأ وأيضا في تسمية محمود ابن الربيع عند بعضهم إلى محمود ابن ربيع وأخرج البزر الحديث الأول من طريق آخر ثم تكلم عن قولي فاعتبط طيب الحديث الآن فيه أن أن من مات مشركا لا يغفر له أو مؤمن قتل مؤمن متعمدا هذا كل ذمع صلى الله عليه وسلم فيه أنه لا يغفر لكن هذا جلت النصوص أنه تحتمى شيئا تحتمى شيئا تحتمى الشرك دون الشرك فهذا فيه إشكال كل ذمع صلى الله عليه وسلم من مات مشركا أو مؤمنا قتل مؤمن متعمدا فيه إشكال هذا لا بد يجاب عنه نعم يعني يعني يحمل على من استحله لازل المؤمن فإذا صبد بلح قال أنا استحله ها طيب شوف كلام الشألة حالان قال أو قولوا في غاز القسطنطينية كنا في غاز القسطنطينية أحسن الله قال يقال قسطنطينية بإسقاط يا النسبة وقد يضم الطاء الأولى منهما كان اسمها بيزنطة فنزل قسطنطين الأكبر طيب تجاوز هنا أحسن الله ومش بعدها قال العزيزي في شرح الجامع الصغير وكان عبد الله وكان عبد الله المزاكرية يعرف لا حقها فضله وقدره عسى الله أن يغفره أي ترجى مغفرته إلا من مات مشركا إلا ذنب من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا قال عزيزي في شرح الجامع الصغير هذا محمول على من استحل القتل أو على الزجر والتنفير إذا ما عد الشرك من الكبائر ويجوز أن يغفر وإن مات صاحبه بلا توبة انتهى نعم قال عزيزي يحمل على من استحل القتل هذا أنا بس ويجوز أن يغفر ما تصاحبه بلا توبة نعم تعتمى الشركة لكن على الزجر والتنفير يعني في إشكال نعم طيب نعم نعم باب الوعيد لا شك باب الوعيد لكن باب الوعيد كونه فيه أنه لا يغفر هذا يعني يخالف النص ها من يغثم منه متعمدا فجزائه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وعنه وأعد له عذاب العظيمة لكن ما في الآية ما في تصنيف بأنه لا تقوى توبته أنه لا يغفر له ها قال مخلد فيها يعني على الزجر والتنفير يحفل على الزجر والتنفير على أنهم باب الوعيد بس هنا بس قلوا ذنبا عسى الله أن يغفر إلا والآله إن الله لا يغفره وشك به ويعفره لك طيب يأتي الكلام عليه قال وعلم قال وعلم أن هذا الحديث بظاهر يدل على أنه لا يغفر للمؤمن الذي قتل مؤمنا متعمدا وعليه يدل قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزائه جهنم وهذا هو مذهب ابن عباس رضي الله عنهما لكن جمهور السلف وجميع أهل السن حملوا ما ورد من ذلك على التغليظ وصححوا توبة القاتل كغيره وقالوا معنى قوله سبحانه وتعالى فجزاؤه جهنم أي إن شاء أن يجازيه تمسكا بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن الحج في ذلك حديث الإسرائيلي الذي قتل تسعة وتسعين نفسها ثم أتى تماما المئة إلى الراهب فقال لا توبة لك فقتله فأكمل به مئة ثم جاء آخر فقال له ومن يحول بينك وبين التوبة الحديث ويثبت ذلك لمن قبل هذه الأمة فمثله لهم أو لا لما خفف الله عنهم من الأسقال التي كانت على من قبلهم فاعتبط وفي بعض النسخ الموجودة فاعتبط بالغين المعجمة قال عزيزي بعين مهملة قتله ظلما لا عن قصاص نعم أي قتله ظلما لا عن قصاص وقيل بمعجمة من الغبطة الفرح لأن القاتل يفرح بقتل عدوه انتهى قال خطابي يريد أنه قتله ظلما لا عن قصاص يقال عبطت الناقة واعتبطتها أي إذا نحرتها من غير داء ولا آفة تكون بها وقال في النهاية هكذا جاء الحديث في سنة أبي داود ثم جاء في آخر الحديث قال قال ابن ذهقان هو روي الحديث سألت ابن يحيى عن قوله اغتبط بقوله بقتله قال الذين يقاتلون في الفتنة فيقتل أحدهم فيرى أنه على هدى فلا يستغفر الله قال وهذا التفسير يدل على أنه من الغبطة بالغين المعجمة وهي الفرح والسرور وحسن الحال لأن القاتل يفرح بقتل خصمه فإذا كان المقتول مؤمنا وفرح بقتله دخل في هذا الوعيد قال وشرح الخطاب على أنه من العين المهملة ولم يذكر قول خالد ولا تفسير يحيى صرفا ولا عدلا قال على القمي أي نافلة ولا فريضة يعني من قتله لم يسب من قتله من صرفا ولا عدلا هل يدل على يعني ظاهر على كفرة نعم وقيل غير ذلك معنقا بصغة اسم معنقا أوه معنقا بصغة اسم الفاعل من الإعناق أي خفيف الظاهر سريع السير قال الخطبي يريد خفيف الظاهر يعنق يعنق ما الشهو بسير سير العنق يعنق يسير سير العنق والعنق ضرب من السير وسيع يقال أعنق الرجل في سيره فهو معنق وقال في النهاية أي مسرعا في طاعته منبسطا في عمله وقيل أراد يوم القيامة انتهى بلح بموحدة وتجديد اللام وحاء مهمله أي أعيا وانقطع قاله الخطبي وقال في النهاية وقال بلح الرجل إذا انقطع من الإعياء فلم يقدر أن يتحرك وقد أبلحه السير فانقطع به يريد وقوعه في الهلاك بإصابة الدم الحرام وقد يخفف الكلام كذا في مرقات الصعود قال يحيى أن يحيى في تفسيره فتبط بقاتلها الذين يقاتلوا هذا التفسير يدل على أنه من الغبطة كما قال في صحب النهاية طيب يعني قولوا صرفا ولا عدلا لم يقبل لهم صرفا ولا عدلا يعني لا نافرة ولا فائضة هم باب الوعيد أو يحمل على المستحل إذا حمل على المستحل هم باب الزجل والوعيد أو مجمل تفسره إلى حديث الأخرى موصولا للحديث في تعظيمه فأقرأ الحديث أحسن الله قال حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا حماد أخبرنا عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي الزناد عن مجارد بن عوف أن خارج بن زيد قال سمعت زيد بن الثابت في هذا المكان يقول أنزلت هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها بعد التي في الفرقان والذين ليدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق بستة أشهر أنزلت هذه قال إسناده ضعيف قال أثر حسن وهذا إسناد وهم فيه حماد وهو بن سلمة إذ رواه عن عبد الرحمن بن إسحاق وهو المدني عن أبي الزناد عن مجالد بن عوف وقيل اسمه عوف بن مجالد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه وخلفه خالد بن عبد الله الواسطي الطحان وهو أوثق من حماد فرواه عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي الزناد عن مجالد بن عوف عن زيد بن ثابت فلم يذكر خارجة وهذا هو الصحيح لأن مجالد بن عوف حدث به أب الزناد في مجلس خارجة بن زيد وذكر مجالد أنه سمعه من زيد بن ثابت فظن حماد أن خارجة حدث مجالدا به وقد قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل مجالد بن عوف الحضرمي سامع زيد بن ثابت وأخرج الحديث النسائي في الكبرى والبيهقي والمزي في تهديب الكمال في ترجمة مجالد بن عوف من طريقين عن مسلم بن إبراهيم بهذا الإسناد وأخرجه البخاري في كتابه تاريخ الكبير من طريق أحمد بن يوسف السلمي عن مسلم بن إبراهيم عن حماد بن سالمة عن محمد بن إسحاق عن أبي الزناد به فقال محمد بن إسحاق بدل عبد الرحمن بن إسحاق الثلوة قال صحيح قال أثر حسن أثر حسن فيها يعني قال نزلت هذه الآية آية النساء بعد آية الفرقان آية الفرقان فيها التوبة فيها إلا من تاب وإنقى أثام إلا من تاب وآمن وعمل وصول لكي يبدو الله سيئة الحسن وآية النساء ليس فيها التوبة يعني إنه لا توبة له هذا قول ابن عباس ونزلت آية النساء بعد آية الفرقان فيكون لا توبة القاتل هذا قول ابن عباس فيها حد قوله والصواب أن القاتل له توبة ليس هناك أحد له توبة كل من تاب قال مذهب الله عليه الله تعالى عرض التوبة على المثلثة لقد كفر لن يقول أن الله تاله ثلاثة فقوله ولو انزلت بعدها النصوص يدل على أن من تاب تاب الله عليه آية الزمر قل يا عبدا الذي أسرب على أفسهم لا تقنوا من رحمت الله إن الله أخبره بجميع يعني لمن تاب من تاب من أي ذنب تاب الله عليه حتى ولو كان انزلت بعدها شيء قال هنا الشعرة قال 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 من ذري و أخذ جلسا في سرع رحمة ربي اصحاق اصحاق من أبو الزناد وهم ملقب بعبادها القرش مولاهم وقالوا ثقى فيه مدني يزال بالبصرة عرج المسلم عن الزهري والسشد من البخاري وتكلم فيها الواحد نعم رجع الحمد لله رجع الحمد لله وإن لم يرجع فالصواب أنه له توبة وإن كل هذا اجتهاد منه ذكر هنا السندي شيخنا قوله بعد التي في الفرقان أي فهي غير منسوخة بها بل ناسخة لها أو يوفق بينهما بحمل هذه على القاتل المؤمن وتلك على الذي قتل وهو كافر ثم آمن كما هو المروي عن ابن عباس وكان يزعم أنه لا توبة للقاتل لكن القتل ليس بأعظم من الشرك والتوبة مشروعة للشرك فكيف القتل والله أعلم صحيح قولها المؤمن أو قاتل ليس بظاهر طيب فهذه اقرأ الحديث لبعدها قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن منصور عن سعيد جبير أو حدثني الحكم عن سعيد جبير قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما فقال لما نزلة التي في الفرقان والذين لعدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق قال مشركو أهل مكة قد قتلنا النفس التي حرم الله ودعونا مع الله إلها آخر وأتينا الفواحش وأنزل الله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات فهذه لأولئك وأما التي في النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم الآية قال الرجل إذا عرف شرائع الإسلام ثم قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم لا توبة له فذكرت هذا لمجاهد فقال إلا من ندم نعم بعد قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال حدثني يعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه القصة في قوله تعالى والذين ليدعون مع الله إلها آخر قال أهل الشرك قال ونزل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطون الرحمة الله قال حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا قال ما نسخها شيء ما نسخها شيء وحدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو شهاب عن سليمان التيمي عن أبي مجلز في قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم هذا هي جزاؤه فإن شاء الله أن يتجاوز عنه فعل نعم هذا كلها عن ابن عباس ابن عباس رضي الله عنه نعم له قوله مشهور لكن هل رجع عنه أو لم يرجع الحديثة أبي مجلز أبي مجلز أبي مجلز قال إنها عيثة الفرغان في أهل الشرك وأما عيثة النساء بعد الإسلام فلا توبة له هذا على حد قوله شيخنا هنا ذكر ابن رسلان نقلا عن قرطبي قال ذهب المعتزل إلى ما روي عن زيد بن ثابت وابن عباس وقالوا الوعيد على قتل المؤمن متعمدا نافذ حتما على كل قاتل وجمعوا بين قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به وبين هذه الآية بأن تقدير الآية يغفر ما دون ذلك لمن يشاء قال قرطبي ذهب المعتزل إلى ما روي عن زيد بن ثابت وابن عباس وقالوا الوعيد على قتل المؤمن متعمدا نافذ حتما على كل قاتل وجمعوا بين قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وبين هذه الآية بأن تقدير الآية يغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلا من قتل مؤمنا متعمدا قال وذهب جماعة من العلماء منهم عبد الله بن عمر وهو مروي عن زيد بن ثابت وابن عباس إلى أن القاتل له توبة روى يزيد بن هارون قال أخبرنا أبو مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدة قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال ألي من قتل مؤمنا متعمدا توبة قال لا إلا النار قال فلما ذهب قال له جلساؤه هكذا كنت تفتين أن لمن قتل توبة مقبولة قال إني لأحسبه رجلا مغضبا يريد أن يقتل مؤمنا قال فبعثوا في أثره فوجدوه كذلك وهذا مذهب أهل السنة وأن هذه الآية مخصوصة كما سأتي روى عبد عباس أنه قال لرجل لما جاء سأل لا توبت له لأنه روى متحيئ للقتل وجاء وآخر فقال له توبة وقال له لأنه جاء تائبا نادما طيب شو كلام الشارف شكال عليه شكال الله عليك مقصود بن عباس فهذه لأولئك إن مقصود بن عباس إن الأهل في القرآن في الفرقان قال مقصود بن عباس رضي الله عنه أن الآية التي في الفرقان نزلت في أهل الشرك والآية التي في النساء نزلت في أهل الإسلام الذين علموا أحكم الإسلام وتحريم القتل فجعل رضي الله عنه محل الآيتين مختلفا وفي الرواية البخاري فقال أي بن عباس هذه مكية أراد بنسخها أراه نسختها آية المدنية أراه نسختها آية المدنية التي في سورة النساء فمن هذه الرواية يظهر أن محل الآيتين عند ابن عباس واحد رضي الله عنهما قال الحافظ في الفتح إن ابن عباس كان تاره يجعل الآيتين في محل واحد فلذلك يجزم بنسخ إحداهما وتاره يجعل محلها مختلفا ويمكن الجمع بين كلاميه بأن عموم التي في الفرقان خص منها مباشرة المؤمن القتل متعمدا وكثير من السلف يطلقون النسخ على التخصيص وهذا أولى من حمل كلامي على التناقض وأولى من دعوة أنه قال بالنسخ ثم رجع عنه انتهى فلا توبة له قال النووي رحمه الله هذا هو المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما وروي عنه أن له توبة وجواز المغفرة له لقوله تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وهذه الرواية الثانية هي مذهب جميع أهل السنة والصحابة والتابعين من بعدهم وما روي عن بعض السلف مما يخالف هذا محمون على التغليظ والتحذير من القتل وليس في هذه الآية التي احتج بها ابن عباس تصريح بأنه يخلد وإنما فيها أنه جزاؤه ولا يلزم منه أنه يجازى انتهى فقال إلا من ندم أي فإن له توبة الحديث الأخير قال هذا التأويل أنا بمجلس الأثر هذا ما قال عليه قال إلى هذا التأويل ذهب جمهور السلف تتكلم عليه الأثر الأخير هذا الحديث سكت عنه منذري قال رجاله ثقات أبو مجلس هو لاحق بن حميد السدوسي وسليمان التيمي هو ابن طرخان وأبو شهاب هو عبد ربه ابن نافع الحناط وأخرجه الطبراني والبيهقي في السنن وفي شعب الإيمان من طريق سليمان التيمي به قال هي جزاؤه قال هي جزاؤه إلى آخر إلى هذا التأويل ذهب جمهور السلف والخلف غير ابن عباس رضي الله عنه في المشهور عنه كما تقدم والحديث سكت عنه المنذري عن أبي مجلس بكسر الميم وسكون الجيم وبعد اللام المفتوحة زي قاله المنذري نعم بعده أحسن الله عليك قال باب من باب أحسن الله باب من يرجى في القتل ما من ولا من ما ما يرجى في القتل أحسن باب ما يرجى في القتل حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص سلا بن سليم عن منصور عن هلال بن يساف عن سعيد بن زيد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر فتنة فعظم أمرها فقلنا أو قالوا يا رسول الله لئن أدركتنا هذه لتهلكنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إن بحسبكم القتل قال سعيد فرأيت إخواني قتلوا حدثنا عسنة بن أبي شيبة حدثنا كثير بن هشام حدثنا المسعودية عن سعيد بن أبي برده عن أبيه عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمة هذه مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل آخر كتاب الفتن حسن الله لك تشكال لحديث الأول باب ما يوجد للغسل تخريجه قال صحيح لغينه وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه فإن هلال بن يساف لم يسمعه من سعيد بن زيد بينهما فيه رجلان جاء ذكرهما في رواية سفيان الثوري الآتي ذكرها أحدهما مبهم وقال البخاري في تريقه الكبير عن هذا الحديث لم يصح منصور هو ابن معتمر قال صحيح له غيره نعم قال صحيح له غيره قال كنا عند النجزة فذكر فيها فعظم أمرها فقلنا وقال رسول الله لأينا دركتنا هذه لا تهلكنا فكلا إن بحسبكم القتل قال سعيد فرأيه الأخواني غسلوش صحة طيب كلم الشارع قوله لتريقه لتجكنا من الاهلاك قال السيوطي في مرقات الصعود هذه زيادة الباء في المبتدى عند النحا إلى أن قال قال ابن يعيش ومعناه حسبك فعل الخير والجر والمجرور في موضع رفع أقرب قال أي هذه الفتنة لتجكنا أحسن الله قال هذه الفتنة لتهلكنا من الاهلاك أن يهلك تلك الفتنة دنيانا وعاقبتنا إن بحسبكم القتل قال السيوطي في مرقات الصعود هذا بزيادة الباء في المبتدى عند النحاة قالوا لا يحفظ لا يحفظ زيادة الباء في المبتدى إلا في بحسبك زيد أي حسبك ومثل قوله هذه الفايدة نحوية الباء لا تزاد الليش حسن الله في الابتداء إلا بحسبك زيد نعم ومثل قوله بحسبك أن تفعل الخيرات حسن الله قال ابن يعيش قال ابن يعيش ومعناه حسبك فعل الخير والجر والمجرور في موضع رفع في الابتداء قال ولا يعلم مبتدأ دخل عليه حرف الجر في الإيجابة غير هذا الحرف انتهى وعلى هذا هاهنا هو اسم اسم إن والقتل مرفوع خبرها انتهى كلام السيطي هاهنا نعم هذا هاهنا هو اسم إن والقتل مرفوع خبرها وين هاهنا وعلى هذا هاهنا عندها صلى الله عليك انتهى كلام السيطي ومعنى هذه الجملة أن هذه الفتنة لو أدركتكم لا لو أدركت لو لو أدركتكم ليكفيكم فيها القتل أي كونكم مقتولين والضر الذي يحصل لكم منها ليس إلا القتل وأما هلاك عاقبتكم فكلا بل يرحم الله عليكم هناك ويغفر لكم هذا ما ظهر لي في معنى هذه الجملة والله تعالى أعلم إن بحسبكم القتل إن بحسبكم القتل يعني لو أدركتكم ليكفيكم فيها القتل يكونوا مقتولين والضر الذي يحصل منها ليس إلا القتل وأما هلاك عاقبتكم فكلا بل يرحم الله عليكم هناك ويغفر لكم إلا قول هناك وها هنا بحسبك بحسبكم القتل نعم قل هنا وعلى هذا ها هنا هي اسم إن والقتل مرفوع خبرها بحسب اسمنا والقاتل والقتل مرفوع بحسبكم القتل نعم بحسبكم هنا يكفيكم بحسبكم هذا الخبر القتل طيب ها بحسبكم القتل يعني الشارح استظهر أن المعنى بحسبكم القتل بحسبكم القتل يعني يكفيكم القتل ولا يحصلكم ضرر إلا القتل أما عاقبتكم فلا يصيبهم شيء بل يرحم طيب الحديث الأخير شكرا عليها حديث بن موسى قال أمتي هذه أي الموجو التخريج قال حديث صحيح وصحاح الحاكم قال وقد أعل هذا الحديث شيخ الصنعة الإمام البخاري رحمه الله تعالى فقال في تاريخه قال استاذ ضعيف المسعودي وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة استاذ ضعيف نعم استاذ ضعيف في استاذ المسعودي نعم وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة اختلط ثم إن فيه طرابا بيناه في تعليقنا على المسنطة قال وقد أعل هذا الحديث شيخ الصنعة الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى فيه تاريخه الكبير بعد أن أورد طرق هذا الحديث وبين ما فيها من الطراب والخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة وأن قوما يعذبون ثم يخرجون أكثر وأبينا وأشهر ثم يخرجون أكثر وأن قوما يعذبون وأن قوما يعذبون ثم يخرجون أكثر وأبينا وأشهر كيف قال والخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة وأن قوما يعذبون ثم يخرجون أكثر وأبينا وأشهر وهذا يدلك على أنه رحمه الله أضاف إلى التعليل بالطراب الإسناد نقد المت لما فيه من المخالفة الأحاديث الصحيحة التي تكاد تكون متواترة بأن ناسا من أمته محمد صلى الله عليه وسلم يدخلون النار ثم يخرجون منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وقال في تاريخه الأوسط عن طرق هذا الحديث في أسانيدها نظر يعني الحديث يعني الحديث بغضون سادر ومتن نعم وش وجه النقد العلمة عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقاتل يعني في الآخرة في الآخرة يدخلوا النار ثم يخرجون منها هل هذا الداخل في الحديث هذا كلام في الدنيا ها ليس على هذا ليس على هذا عذابه في الآخرة هي من هذا ليس على هذا أمه في الآخرة عذابه في الدنيا الفتن والزلازل وقد أعل هذا الحديث شيخ الصنع لإمام أبي عبد الله البخاري في تاريخه الكبير بعد أن أورد طرق هذا الحديث وبين ما فيها من الطراب والخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة وأن أقواما يعذبون ثم يخرجون أكثر وأبين وأشهر وهذا يدلك على أنه رحمه الله وأضاف إلى التعليل بالطراب الإسناد نقد المت لما فيه من المخالفة الأحاديث الصحيحة التي تكاد تكون متواترة بأن ناسا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدخلون النار ثم يخرجون منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إذا نسمى بعض المثل أمتي هذه مرحومة ليس عليها عذابه في الآخرة طيب والأحاديث المتواترة أنه يدخل النار جملة من المعاصي عذابه في الدنيا الفتن والزلازل والقتل وفي السند إشخال عنه في السند فيها المسعوذي قد اختلط وفيه إيش أه بس الألباني أشكال صحيح عجيب الحديث السند في المسعوذي والمثل باطل مخالف الحديث الصحيحة التي فيها مؤمن المتواترة أن العصات يعذبون ويخرجون منها قال أمتي هذه مرحومة ومرحومة ليس عليها عذابه في الآخرة عذابه في الدنيا الفتن والزلازل والقتل هذا باطل سند سند في المسعوذي ومثنا لأنه خالف الأحاديث المتواترة التي دلت على أن العصات يدخلوا النار ويعذبون شكال عليه ذلك قوله هذه أمة مرحومة قوله أمة هذه مرحومة أي الموجودون الآن وهم قرنه أو أعم أمة مرحومة أي مخصوصة بمزيد الرحمة وإتمام النعمة أو بتخريف الإصر والأثقال التي كانت على أمي قبلها من قتل النفس في التوبة وإخراج ربع المال في الزكاة وقرضي وقرضي موضع النجاسة ليس عليها عذاب في الآخرة أي من عذاب من عزي منهم لا تعذب السماء الأمام السابقة إذا أصلتهم نجاسة يقرض موضع النجاسة بدل الغاصل والتي كان يقاتل نفسه التوبة بينه إسرائيل لكن إخراج ربع المال في الزكاة هل هذا في الأمام السابقة هل جاء ما يدول على هذا الأمام السابقة يخرج ربع المال في الزكاة هل جاء حديث في هذا أقولوا شهر إخراج ربع المال في الزكاة هذا يحتاجها طيب قول ليس على هذا أي من من عزي منهم لا تعذب مثل عذاب الكفار قال المناوي ومن زعم أن المراد لا عذاب عليها في عموم الأعضاء لأن الأعضاء الوضوء لا يمسها النار فمتكلف مستغنى عنه وقال صاحب فتح الودود هنا قال لسا عذاب في الزكاة تأول هذا الشكال المناوي مثل عذاب الكفار هذا تأويل نعم أحسن الله لك وقال صاحب فتح الودود أي إن الغالب في حق هؤلاء المغفرة قال القاري في المرقاه بل غالب عذابهم أنهم مجزيون بأعمالهم في الدنيا بالمحن والأمراض وأنواع البلايا كما حقق في قوله تعالى من يعمل سوءا يجز به انتهى عذابها في الدنيا الفتن أي الحروب الواقعة بينهم والزلازل أي الشدائد والأهوال والقتل أي قتل بعضهم بعضا وعذاب الدنيا خف من عذاب الآخرة قال مناوي لأن شأن الأمم السابقة جال على منهاج العدل وأساس الربوبية وشأن هذه الأمة ماش على منهج الفضل وجود الإلهية قال القاري وقيل الحديث خاص بجماعة لم تأتي كبيرة ويمكن أن تكون الإشارة إلى جماعة خاصة من الأمة وهم المشاهدون من الصحابة أو المشيئة مقدرة لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قال المظهر هذا حديث مشكل لأن مفهومه أن لا يعذب أحدا من أمته صلى الله عليه وسلم سواء فيه من ارتكب الكبائر وغيره فقد وردت الأحاديث بتعذيب مرتكب الكبيرة اللهم إلا أن يؤول بأن المراد بالأمة هنا من اقتدى به صلى الله عليه وسلم كما ينفغي ويمتثل بما أمر الله وينتهي عما نهاه قال الطيبية رحمه الله الحديث وارد في متح أمته صلى الله عليه وسلم واختصاصهم من بين سائر الأمم بعناية الله تعالى ورحمته عليهم وأنهم إن أصيبوا بمصيبة في الدنيا حتى الشوك يشاقها أن الله يكفر بها في الآخرة ذنبا من ذنوبهم وليست هذه الخاصية لسائر الأمم ويؤيده ذكر هذه وتعقيبها بقوله مرحومة فإنه يدل على مزية تميزهم بعناية الله تعالى ورحمته والذهاب إلى المفهوم مهجور في مثل هذا المقام وهذه الرحمة هي المشار إليها بقوله تعالى ورحمته وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون إلى قوله الذين يتبعون الرسول النبي الأمي انتهى قال القارئ ولا يخفى عليك أن هذا كله مما لا يدفع الإشكال فإنه لا شك عند أرباب الحال أن رحمة هذه الأمة إنما هي على وجه الكمال وإنما الكلام في أن هذا الحديث بظاهره يدل على أن أحدا منهم لا يعذف في الدنيا وقد تواترت الأحاديث في أن لا يعذف في الآخرة وقد تواترت الأحاديث في أن جماعة من هذه الأمة من أهل الكبائل يعذبون في النار ثم يخرجون إما بالشفاعة وإما بعفو الملك الغفار وهذا منطوق الحديث ومعناه المأخوذ من ألفاظه ومفناه وليس مفهوم متعارف المختلف في اعتباره حتى يصحه قول إن المفهوم مهجور بل المراد بمفهوم في كلام المظهر المعلوم في العبارة ثم قول الطيب رحمه الله وليست هذه الخاصية وهي كفارة الزنوب بالبلية لسائر الأمة يحتاج إلى دليل مسبت ولا عبرة بما فيه من المفهوم من قوله عذابها في الدنيا الفتن إلى آخره فإنه قابل للتقييد يكون وقوع عذابها بها غالباً انتهى قال منزلي في إسناد المسعود نعم كلام القارئ جيد أول يعني إنها لم خالف للنصوص نعم وكلام الشارع الذي سبق هذا بناء على صحة الهيئة والهيئة غير صحيح قال منزلي في إسناد المسعود وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الهزلي الكوفي استشهد به البخاري وتكلم فيه غير واحد قال العقالي تغير في آخر عمري في حديثه اضطراب وقال ابن حبان البستي اختلط حديثه فلم يتميز فاستحق الترك انتهى كلامه منزلي والحديث أخرجه الحاكم وصححه وأقره الزهبي وفي مقدمة الفتح عبد الرحمن الكوفي المسعودي مشهور من كبار المحدثين إلا أنه اختلط في آخر عمره وقال أحمد وغيره من سمع منه بالكوفة قبل أن يخرج إلى بغداد فسماعه صحيح انتهى والله أعلم نجيب الحاكم يعني صحه وأقره الزهبي كيف يعني ما نظر علمتن ينظر علمتن والصابر الحديث ضعيف ولا صحيح مثل هو بخالف للحديث الصحيحة كما قال بخالر رحمه الله على هذا الحديث ما يصح على أبوه في الدنيا الفتن والزلازل وعلى أبوه في الآخرة العصاة وعذبون تواتر وفق الله الجميع الإطاعته وثبت الله جميع الهدى الدرس القادم إن شاء الله والكتاب المهديد السبوع القادم السبت ولبعده سنة أبي داود وبعد السبوع الرابع يكون التفسير من كثير ومع بعده من الكتب إن شاء الله وفق الله جميع الإطاعته رزق الله الجميع ثبت الله جميع الهدى وصلا على محمد وآله وصلا السبت السلام